مر ياسين خالد حسام كريم ايمن احمد جمال مصطفى السيد محمد عبدالله عبدالسلام حسن يوسري اب محسن رامي يوسف احمد الاحمر هذه لفعات كريم هندوي محمد هاشم والمدرب وايمن صلاح في الجيال الموقع من الفريق التونسي لغير عبكيد بسي الاصفر المخططة هناك وسيم مهلال حسام حمام جيلان امامي مروان مجايز محمد علي بحر عيسى حمدي بلال العبدالله مراد ساري اسامة بوغنمي ايمن حمد طارق جلوس مروان شويرف كمال علويني جابير اليحياوي انس انس محمودي واسامة الجزيري المدرب والفرنسي ديناس لاتود اذا كدس عبدالله طبعا مقابلة مهمة من المباريات الكلاسيكية على مستوى كرة اللياد خصوصا على مستوى الاندية بين من بين المدرسة المصرية والتونسية هناك تاريخ هناك حديث مطول دائما نزالات تكتسي طبعا ندية والتشويق واليوم نعمل كذلك ان نتابع مباراة كبيرة من جانب الفريقين اليوم مدية العيون قد دخل للتاريخ انها تصرف واحد مباراة بين جوجة الفورق قوين من درسة تونسية ومن درسة المصرية وما هو معروف على المدرسة المصرية والتونسية فيما يخص كوات ليد رجالية عفوان لأن كوات النسوية هي الانغولة وفي الدفور هدف هذه المباراة قوية بين جوجة الفورق اللي هما لعبوا المباراة النهائية بين المنتخبات مصرى ما بين تونس وما بين مصرى وكهات المباراة الندية وفي الدول تأهلو الجوز ولمبيك اللي هتلاعبوا في برازيل ما معناه هذا يعني انه هذي خانشوفه المباراة قوية هنشوفه الندية وهننشوفه هتبقى في التاريخ وغاتكم فرصة كذلك انه ارد اعتبار انهو اخر لقبيل الفريقين كان بمدينة الناظور بينما بين الترشي والزملك وانتهى انادك لفوز هذا اللي فوز فريق الزملك اللي لم تخل الداكرة على مستوى المنتخبات ميسر فازت على تونس وتوجت باللقاب باكيد اليوم يعني هذا المعطيات كذلك ستكون مطروحة في رقعة الميدان في ظل التنفس لغيميز المقاملة هدو منتخبات كل فريق عنده تقريبا 7 أو 7 لعيدين في المنتخبات بالفعل هذه بداية جهيدة من جانبنا باكيد أنيس محمودي كيتمكن من تشهيل الهدف الأول في فريق ترشي رياضي نعم لشنا تشكي دي اللاعبين فكل فريق عنده لعبة بمستوى الكبير فريق زي مليك حسن يسري وحمد أحمار ومصطفى واسمه يعني لا إحامل أسماء المخضر ما أولا كبيرا وحاجة بمستوى الكبير ونفس الشيء بنسبة لفريق التونسي إذن في هذه مبارغات لعبة للجوئيات والفريق اللي غادي يستطع يلعب يلعب وعقلو شوية أترمون ديريج ساكت أنتغ لبرا راديم كل ليه راديم كل ليه يفوزان بالمباراة إذن أندار للعب أكيد مروان شويرة في انتبعد المحاولة لفيدة الفريق المصري تصل لدرقم 17 حسن يسري وصلت لجير يسري لقم 6 خالد خالد حسام خاطي الشيء الحاكم لفيدة الفريق المصري الآن سيرحث من جل التعديل التي جاء تقدم الفريق الترجيري تونسي أكيد توقعوا يقاعا توقعوا نديش من هذه فرصة على التصميم هذه محاولة من جل فريق المصر وتمر شاربا الآن هذه المباراة هذه المرات الثانية الآن إصابة بين اللاعب شجل هدف اللاعب 22 أوسام أبو غرمي يتمكن من تشير هذا فتاني الفيدة الترجيري هذا تونسي وهذا من اللاعب الشباب اللي في تونس للاعب قوي ولاعب نذكر ولاعب المنتخب التونسي أوسام أبو غرمي نعم لاعب منتخب التونسي ولاعب رسمي في المنتخب التونسي وعلى ذكر المنتخبات نذكر أنه يعني 6 تحت 7 دي الأسماء توتت كل فريق من شرب لا على فريق الزمريكي المصري ولا ترجيري تونسي كتلعب المنتخب المصري والتونسي اليوم في صراع كبير في صراع كبير من شرب أكيد الفريقين معا إذن هدفين دون مقابل بداية وفق من شرب فريق الترجيري تونسي لازل المباراة في بداية ديالها ولازل كل فريق يحاول يقرأ ويعرف كيف يمكن لي يلعب في المباراة كيبالينا بأن فريق التونسي اللعب واحدة دفاع وسط سفر علما بأن فريق التونسي عنده لعبين عنده قامات كبيرة وعندهم حارس في المستوى الكبير حارس عدم السشيل هذا فاكيد لعبه السامة بوغرمي حارس حارس في المستوى الكبير وحارس المنتخب التونسي فغتكون موراة قوية ما بين كما قلت لتينور ديواند والأفريكا علما بأن حسن حسني وأحمد أحمر ومصطفى هذو لعبين اللي هدين كلهم في أي وقت يغيرون يغيرون هناك أسماء اللي ستكون أسماء مؤثرة في كل فريق للفريق المصري وكذلك للفريق التونسي جانب أكيد من الحضور الرصبي وكذلك من جانب جماعير مدينة العيون التي تفعلت بشكل كبير وكبير جدا مع هذا البطور البطور التي تراين على مدينة العيون لتحقيق مجموعة من المكاسب الجديدة أكيد ستكون فرصة لرصد ما وصلت إلى المدينة وما تحقق من منجسات كبيرة وكبيرة جدا في مختلف المجالات وأكيد من بين المجال رياضي فالصراد الحكم سيد محمد يارا نذكر كان أول اسم صحراوي يمارس رياضة كرة تالياد كان لعب سابق لفريق الجيش الملكي وكذلك كان أسس أول نادي لكرة تالياد ونعبي مدينة العيون خطأ بسيب عادي دقيقتين هذا اللعب رقم 29 طريق جلوز لعب نذكر ولاعب سابق المنتخب تونسي هذا أخوه أخوه ولاعب للمنتخب هذا لعب جلوز صغير طريق جلوز كراني فائدت كراني في منتخب الشبان الزماليك الميصرا ينتابع كراني مسؤول جيال يسرا تبدله بعد الطريقة البعث من الجل تقليص الفريقة يمحول مصري شميل تدخل الحارس تدخل حارس يطلق في صد لكور الأخير طريقة لطاق مش لعبات الفريق المصري انه حاول ممكن يدير ان سور مامو في حارس مروان مقايزة وحارس المنتخب التونسي كيبان مع البداية هناك كاكيد بعض الارتباك في هذا الفريق المصري فيما الفريق التونسي للمسش الشوثية لدف يبحث من اجل اضافة هدف ثالث تلعب بهذه الطريقة رقم سبعة وعشر للاعبين من حماد تصل لأسامة بوغنمي عيمان حماد وحوال من جانب باكيد انيس محمودي للفريق التونسي ايمان حماد انتبعوا الوحاولة دياله سامة بوغنمي هناك شرم الحكم هناك ينضار للاعب بلا كيدا سمالة كالباستريك اذا لا يسالف اللعب من جانب الفريق التونسي اعتماد على الاجمات المنظمة بذل طريقة اسنوب دايمير كبير من طرف اللاعبين ديال الفريقين مع ندي فورسة تونسية وتعلق من جانب الحارس الحارس كريم هندو يتعلق في صد الكورة الاخيرة نعم لان الفريق التونسي كان يلعب خمس لاعبين الان يلعب خمس لاعبين وخرج اللاعب السوء ثماني وش دعوه الاندفيدويل باش يخلي الفريق التونسي تحفق خطاع وش اللي يقع بالفعل دايم الزماليكا الان يبحث من رشل تشيير لدف الاول فادي البواجهة انتبع عمليتي التبادل الكورة بذلطريقة خطاع يوشير الحاكم هذا خطاع مهاجم بالفعل هذا خطاع مهاجم لانه كثمان فرنسي موفي بلوكاج ديال ديال اللاعب بخمس لاعب وثمانيين اللي هو محمد هاني محمد هاشم اللاعب السوء الزماليكا الميصري ولاعب فيق وطنين ميصري من العاب الكبار ديال اللاعب الكبار ديال 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 اللاعب ديال اللاعب بالفعل فريق الزماليكا الميصري الذي يضم يعني سدي الاسمات كتل عب في المنتخب الميصري في مقدمة مصطفى صادق هناك خالد حسام وكذلك اسم أحمد الأحمر هذه رفعات كريم يندوي محمد هاشم كريم يندوي الآن هذا المباراة هذا المستوى هذا وكي يجعلك تسعر المباراة هذه كورة مصرية هناك خطأ يندر من جانب الحكم الفريق المصرية لسانية بحث من جلتة شريردف الأول فهذا المقابلة خمسة دقيق تنين واربعين ثانية والزمالك لم يسجل أي هدف أكيد وجد صعوبة مع طريقة هذا المقابلة لكن بخبرة السروات بخبرة التاريخ بخبرة الذكريات فهذا المنافسات غيب حتم نشل تسير الهداف لنفس الشيء قاف النظور ولكن في الأخير أرجع أرجع الفريق الزمالك ولكن الآن كانت قبلية نفر أختوسي فالدفاع دياله من السجن وكي يتعاون بعضياتهم باش يحاولوا معهم كانت يعفو القوة ديالزمالك باش بيخليهم شاي بالفعل خاطم الجديد وصيبعادي دقيقتين حكم الشفية عمل يدي المسك من جانب من جانب اللعب رقم 14 نذكر واللاعب عيسى حمدي عيسى حمدي سيبعادي دقيقتين والكورة تعود من جانب فريق الزمالك الميسري عادي دقيقتين ديالتفاريق التونسي درسع الآن جوج للعباء خرجوا ليه فبشادي دلتخيق مش أتكر اليوسري يوسري تمريرا في الجيال يوسري ديالي فورصة شميلة 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 من جانبها خالد حسام خالد حسام يتمكر من تشير هذا فرهو لفايدة السمال كلم يصدر هذا فرهو قابل واحد لأنه لسورنو بخلاهم يستفدوا ويش جلوا الإصابة الآن شوف هم خرجوا اللاعب 86 باش بخليوش يلعب وبقاوة 4 ضد 5 اللاعب هذي رفعت بالفعل 4 ضد 5 وهذا شيء هذا باش يدينوا خطايا بالزربة من شوفوا ردت فعل بأنه فريق التونسي كيف عافش كي يدين بكوها من شوفوا ردت فعل فريق التونس يتالق من جانب الحارس حارس سقطة بالفعل التونسي لأنه لاحظ لأنه يجب أن يصطح من سلو برون تاكتيك ولكن يتبين بأنه الفريق المصري خرج للعلواني باش بيخليش يلعب لأنه اللواني لعب معروف ملاعب خطير ولاعب كي يلعب كي يلعب برجلو ولاعب مكلل لقاء اللي ترو فا سينمون فاخرج له ولو لا باش يخلي اللعب ديالتونس بدون عقل لأن العقل الدعمي ديالن مو بدون عقل والتاكتيك وشهد نجحه ما نجحش فكية الصحيب هذا الأخطار مرتكبة من جالي بكل فريق بداية معناها من طرف فريق الترجل الرياضية التونسي تمكن من تسجيل هدفين بعد ذلك كيد الفريق المصري رجع في النتيجة كما قلت هناك حسابات هناك صراعات ميزات تاكيد المدرسة المصرية والمدرسة التونسية في رياضة كرة تلياد كما وشان في مجموعة من الرياضات في لقاء أكيد مغاربي أخوي بين الشقار المصريين والتونسيين هنا بأرض العيون بأرض العيون كما قلت التي شندت كل إمكانيات يالين شاحد هذا الحدث تسترف المقابل كرة من جالي بطرش الرياضة التونسي هذا العبانيس محمود رقم ساوتا وتمانين تلعب ذالطريقة من جالي بانيس كيتحصن على خطأ يعني هناك تقاطع ما بين لاعب سبعة وثمانين ولاعب ساوتمانين تقاطع والتقاطع هو لخلاهم وليخلاه يتمنى بشي بيحاول يشجل إصابة ولكن دفاع الدفاع فريقة زمريكا الميسري بدأت طريقة ديدكية تمرينا وصلت اللعب حسن يوسري هذا لعب يوسري رقم سبعة عمليتي التمرير أحمد الأحمر أحمد الأحمر لحسن يوسري لفيدة لعب خارج حسام حسام في الاستقبال من جديد تمرينا من يوسري يوسري للاعب قلت حسام وصلت اللاجئة اليوسرى محمد محسين تعود بدأت طريقة للعب يوسري عن الهشوم المنظم من جانب عناصر الزمري كالميسري البحث من جانب تجريد فتعرت والتصويف لكن الدور الدفاعي كان شيد ديوشوم بورتاد يفيدة ترش ريادة تاروس تلق من جانب الحارس المميز كاريم هندوي حاول جلولي ممكن يدير الوروب لكن مساة عش مساة عش لأن فعلا شوفوا نشوفوا ديوشوم المرتد لفيدة ترش ريادة تاروس شميلة شميلة هناك دخول المنطقة خطأ دخول على مستوى المنطقة من جانب لعب الترجل ريادة تونسي هذا كيبين لك من الناس تابعوا هذا المحاولة من جديد فرصة لتلتكون تابت بالفعل بالفعل يأتي الهدف يأتي الهدف من جانب أوسامة جزيري هذا هو أوسامة جزيري لعب رقمه رقم 29 ذكر هذا طريق جلوس بالفعل لعب المنتخب سابقا تابعوا بهذه الطريقة يزم الحارس كريم هندوي ثلاثة مقابل اثنين يعني هدف هنا وهدف هناك الآن ستبدأ كيف نقول سيبدأ تشويق بالنسبة لعبين الآن لعب أحمر لما يدخل في المباراة ولعب على هذا يمكن لأ في أي وقت يعطي يعطي ديني الفرق ولكن كيبين يفعل تونسي الآن هذه محاولة مصرية خطط جيد دقيقة منتظروا بالفعل استبعاد لمسجل هذا في الأخير و هذا و هذا لعب طريق جلوس و هذا دقيقتين تانية الثالثة هدخوا بقرة حمراء لأنه مشى اللاعب الوجهو وقانون الكوات ممنوع لأي واحد يمشي اللاعب والثالثة ستكلفه غاليا لعب شاب لعب بوا لعب المنتخب طريق جلوس منتقب شبان يتم استدعوك كذلك حتى المنتخب الكبار بين الفينو والأخرى و أنا كنت حتو على الكيد الطاقات على الخامات في الفريقين معا لبنسبة الترش رياضي تونسي و كذلك الزماليك الميصري أخو يلعب في برسلونة أخو جلولي يلعب برسلونة يلعب قوي كبير يلعب في قطاء يلعب بصمودة ملعب في قيال من لعب الكبار هذه عائلة عائلة كوات عائلة تعشق كورة تليد حتى نوخ الآن تمسرف المقابلة كورة من جلب الزماليك الميصري هذا حسن يوسري مشهد رقم 6 خالد حسام وصلت بهذه الطريقة البحث على أكيد الفجولي لتشهد فتعاد التابع كورة الزماليك الميصري الآن الآن ملقوش طريقة الدفاع الدفاع المستميث رغم أنهم خمسة اللاعبين فدفاع مستميث ملقوش طريقة من الجنو للإصابة سوايبة كانت من حسن من حسن يوسري لكن تصدي جيد من الحارس تونسي مروان مجيز وصل تونسيو بد الطريقة الجميلة من جالب من يستغير الأفوى يستغير الأفوى مروان شويرة في لاعب المنتخب التونسي يتمكن أيها السادة والسيدات من تشجيل هدف الرابع مقابل اثنين الطريقة للدفاع دين فريق تونسي خلا تفقد تقاف في لاعبين دين الزماليك فقدوا تقاف في صهم وهذا ما خلاهم أنهم يرجعوش بسرعة للدفاع وكيستطيع فريق تونسي شجل على ضربات خاطفة إذن كورة لمصطفى صادق مشت لرقم ست حسيم صادق صادق تمريرا بذل طريق الاعتماد على السرعة في التمريرات كي الحصن حضو كاروليك خطأ خطأ لفيدة فريق الزماليك الميصري غضا تادي الامتار تلعب مشت لصادق لعب رقم جماير العيون التي تحضر لتوكيد النجاح في أول يوم من هذا الأشواء الافريقية المميزة أشواء مميزة قلت على مستوى المنافسة وعلى مستوى الحضور والتنظيم في أمل تتواصل بعد الكاسة الممتازة تنطريق البطول الافريقي للادي البطار كورة لفيدة فريقة رشية ريادية تولسي مشت فتيش رقم 44 هذا تسيده شميل والهدف من أيمن حمد أيمن حمد حمد رأى لعب رقم أيمن حمد ليه يتمكن رقم 27 يتمكن من تسيد هدف الخامسة خمسة مقابل تقاطر تقاطر ما بين 44 وأيمن حمد ولي خلاه إعطال أحمد لسو يسوب لعب 44 كمال علواني حوار جميل مع أيمن حمد والهدف كيشي من شاني بالفريق التونسي خمسة مقابل 2 بداية وفقة وكيف تحدثنا هناك معرفة مسبقة بخصوص إمكانيات كل فريق نقاط القوة ونقاط الضعف اليوم هل سيتمك دينيس لا تود أكيد المدربة الفرنسي بقيادة الترش رياضي التونسي من إسقاط أحد هرامات كرة اليد التونسية فريق الزمال المصري أكيد هناك حوار هناك هدف هناك تشويق يميز طوار هذا المقابل الفريق المصري الآن نطلب طمور باشي باشي يصلح الخطاء لأنه كتبين لأنه فريق ديالو عازز باشي إلقاء إلقاء منافذ باشي إصابة رغم أن فريق المصري فريق تونسي خجول تلعب بجوش دقيق بفعال وقت في إلى هذا كبير العزل الفريق المصري دانستو نفل الموش رحضات تيو السيد وسيدات كورة لفيدات الفريق السبري المصري لعبي بعد المستوى ممكن تضع أي وقص استيقاط دينهم أي وقص للفعل إذا نتعب الكورة هذا صادق تصل لخالد حسيم صادق كورة في الجيل يومنا كانت من طرف مصطفى السيد تبادل الكورة من جيل بالفريق المصري الآن محاول شبيرة 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 مصطفى صادق كان أكيد موفق في الكورة الأخيرة لعب المتخب المصري يتمكن من تشير الأدف الثالث خمسة مقبل ثلاثة فرق ديال شوش يلا دفران هذه إصابة جميلة لأنه اللاعب رقم 2 حاول ما يمكن أن يكون المصري وحاول شجر إصابة أعلى إذن كنتمشي كورا من جانب الفريق أكيد فريق التونسي حكم يوش خطمشي حكم مشي من فعل تعود مصرية في الجهة اللي يصر الآن استقبال بدأ طريقة كلمة رامي يوسف رامي يوسف البحث على التمرير هذا مصطفى الصادق رامي 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 المحتالة من أجل تسويب الكورا لكن تعود تونسي خطيرة خطيرة من جانب الفريق التونسي رياد تونسي تلق العرس سلق من جديد لكريم هندوي يتلق في صد فورس كنت مواتيا لتشجيل هدف من جانب الفريق التونسي نعم المباراة إقاع دينا صعب أهم وكي تبين لك منا لعندك حارس بمستوي يقدر نشجاك في أي وقت المباراة فاللعب عنواني لعب كبير ولكن حارس هو حارس بمستوي كبير وحاول ما أمكن تكون راضي يش دالي الآن فريق مصري يخلب محاولة مصرية لعب صادق إذا ضربت جسي بالفعل هذا لعب قصير القام لكن كي يبين بينه لعب مفهوم الرياضي هو مكر بأسلوب وطريق اختراقات اللي دائما موفقة لعب مصطفى صادق لعب الملتخب الميستري هذا حسن حسني إذن ستلعب الكرة هذا حسن حسني من جالب حسن لعب مخضرم لعب كبير حسن يسري حسن يسري فرصه يضيع يضيع الهدف الرابع يضيع الهدف بالنسبة لفريق الزمريك الميستري نعم بقي الزمريك الميستري لحد الآن هذا لم يدخل في المباراة لذلك يعمل أخطاء هناك هناك مشكل في البطار هناك استمعاد دقيقتين لأن المدربين كلهم العصاب يريد يستفيد لاعبين لاعبين على العصاب مدربين على العصاب طاقم تقني على العصاب هذه ميزة الدربية العربية الدربية العربية المباراة 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 في الأمريك مستخدم الفاعد هناك استبعد لدقيقتين الآن على نصر سيارة سيارة تحاول ما أمكن أنه التعامل مع هذا المعطا بشكل يكون شيدا توسي عنده دفاع دفاع قوي هذا الان دفاع قوي هذا كي يبين انهم عززوا فارق المسرين عزز انه يلقى منفض مش جل الان محاولة شويله مصطفى صادق مصطفى صادق يتمكن من التشيلة في الرابع هذا اللاعب بامكانيات محترمة تعرفوا لي هذا يمكن اللحظه انه دائمين بنفس الطريقة وبنفس الوسط تبادي محاولة تونسية تمرين بهذا الشكل وهذا طريق كان شميلة لك مكشوفق الوشومات المرتبة السلاح من الاسيحة اللي غيتم الاعتماد عليه من طرف كيد الفريق المسري وصلت لرقم عشرين هذا لاعب رامي يوسف مشات رقم احداش لاعب من لاعب كيد الفريق المسري مصطفى السيد تصل لأحمد الأحمر لصادق صادق الآن كيد يعسس الدور الهجوم من شل الفريق المسري لازل لازل لطمو لطلب لطلب أيمن المدري من الفريق المسري عطاء حاول صلح بعد ما يصلح ودخل هذا اللاعب صادق اقم اثنين للقاء لفاي وليثير دياله وليثير دياله وعرفوا لي صادعوش جدا إصابات متابعة وهذا غدي خلي فريق الزمريكي يرجع في المباراة محاولة من شل الفريق الزمريك المسري عملية ديال تموي من أحمد الأحمر تمرين وتمر موحادي لم يكنش موفق لم يكنش موفق مصطفى السيد بتواجد حارس كبير اسمه مروان مقايز حارس المنتخبة تونسية إذن كرة تونسية بعد طريق الاختراق وستبعوه استبعاد لدقيقتين استبعاد لدقيقتين ضد من ضد اللاعب الرقم 19 ايهب محسين اللاعب علواني لعب خطير لعب خطير لعب خطير لعب خطير لعب خطير لقدر يشوق نبوت كل مومات لعب في المستوى علواني لعب مستوى الآن أول مرة تلعب فارغ مزامالك يلعب أمام في اتنمالك يصاب لعب لعب حين تكون اللاعب وانتا 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 واحد في مستوى يمكنك تجل في أي وقت وطريقة باش الفريق ديال ديال تونس بذلقة جميلة إذن استمقى بالأربع شوفوا ردت فعل فريق الزمريكي المصري هذا لعب أحمد الأحمر مشت صادق صادق لأحمد الأحمر وصلت لكريم ايمن كريم كريم تمريرتو كتمشي الزميل وكيد محمد هاش مدرقم ثمانية كريم ايمن موحاولة من جلب فريق الزماليك المسر صادق وصلت لكريم كريم المحتران اختراق فرصه لكن تصدي جيد من الحارس التونسي الحارس مروان مجيز هناك مشكلة عند فريق الزماليك ما ستطعش يلقى الوسيلة باشي شجل على الفريق ديل تونس ولكن المباراة مازال قوية والان لعبنا عشر دقيقة تقريبا ولازالو سكورس ستا الربعة معنى ان هناك دفاع قوي هناك اجتهاد هنا دي محاولة شميل ارتقاء شميل هناك حراس كبار بك يحاولوا مامكن يحاولوا ما يمشتج المباريات ارتقالي كان من طرف لعب جابر اليحيوي لكن ما كانش موفق ولا نتابع تفاعل كبير من جانب دينيس ومن هناك ايمن صلاح مدرب اكيد زماليك المسري ومدرب الترش الرياضي التونسي اكيد الان فريق المصري اللي كيل عم منقوص العدد الان ستكتمل صفوفه بعودة لعب خارد حسام مصري تمرير محاولة البحث على الاختراق هذا حسيم شيت بالفعل احمد الاحمر لصادق لأحمد الاحمر الاحمر غيب حتى على التصويب طريقة احمد الاحمر جميل مرتد انتبعوا بعد الطريق لمسة جميلة 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 بطريقة جميلة من لعب جميل على مستواده لعب الفريق التونسي اكيد لعب رقم 22 اوسام ابو غرمي كي يتمكن من تشيل الهدف وكانت ابو اكيد الان يعني تتوتر العصاب انتبعون الاعادة هذا الطريق يسجل يسجل هذا فرقم سبعة لفادة ترجر يدي التونسي سبعة اربعة كانت تمنى يكون الهدوء الهدوء فاد فاد المباراة هذه لان لاعبي كي ما كنت لاعب العصاب ديالهم والطريقة باش 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 دافع المدافع على اللاعب اقل 22 ولي خلاتوا انه ان تخلق شي شوية وهذا ولي غي يخلي المباراة فاد المشاوية كانت تمنى انه كانت تمنى ونشوفوا مباراة لفياش الاحتيكاك اللي هي مباراة الاشقاء بين الاشقاء المصرين والتونسيين بارد المغرب المغرب الذي عودنا دايما على استقبال ضيوفه واشقاءه سواء العربة ولا فارقة بكرم وضيافة وحسن اخوة واستقبال وكل ما يلزم لتاكيد هذا العادات والتقالد والاكيد الامور الجميلة دايما اللي كتكون حاضرة في مثل هذا المواعيد هو يحاول ما امكان كل فرق يحاول ما امكان يحاول انتصاد المباراة كانت من يبقى الهدوء كي يتبعد المباراة والان كنلاحظوا انه استبعاد دقيقتين لاعبين كي يخموا باخطاء بداية بالفعل لعب رقم 31 ماروين شويرف لعب المنتخب التونسي يستبعد من هذا المباراة كيد الان الفريق التونسي الغي لعب منقوص العدد كما وشان كنتن كذلك حتى بالنسبة للفريق المصري بالفعل الآن ده با كل فرق يلعب خمسة ها دي كل سباس ده من شوية هذا صادق بشات حسام تمرير للشي اليومنا دفاع قوي من فعل محاولة من شرب الفريق المصري والعارضة بكش بكش وفق نعم ده سيلا كتلعب مع الفريق التونسي اليوم لان له هادي جوج ده دفوع كيد كي 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 يضربوا العارضة أحاق مباراة شيقة وقوية قوية 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 ولاعبين كل فريق بغي يفوز بذا المباراة هادي هادي محاولة تونسية تقاطع تقاطع ما بين رقم 27 ورقم علويني شوفوا لا دفا لا دفا لا دفا لا دفا يستغل هذا الافواء يستغل الافواء اللعب برقم 44 لعب كامل علويني بالفعل لعب سابق المنتخب التوس تقاطع هادي محاولة لعب كي لعب كي لعب كي لعب كي لعب لعب كي لعب كي لعب ممتاز الآن دخول در حسان حسني حسن حسني لأن حسن حسني الآن عطاء دياله لهولا أحمد حمر أحمد أحمر ما تخشت المباراة لهذا فكي بيالك من ناتفاق تونسي فيز فيز باربعاء في تغيير ربعاء فارق ربعاء ديالاذا بتمني يابو قبيلة ربعاء منذكر توقيع 22 دقيقة خمسين ثانية هذي 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 الكورة السادسة لمساة الشيشنا هده المحاولة مصرية شميلة حسن حسنكي شميلة 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 منشالي بالمتالق حسن يوسري حسن يوسري حسن يوسري هده لعب قوي في مصر حسن يوسري هده اللاعب لاتحدثنا عليه حسن يوسري في مدينس يتفاعل هو ايمن صلاح كذلك مع طوارد المقابلة تابعنا المدرب المصري ايمن صلاح هذي محاولة تونسية ثمانية مقابل خمسة البحث على الهف والبحت منجر اضافة هدف اخر هذه فرصة حول العب كورة ارضية لعب ايمن حمد تقاطع ما بين ما بين دائما ما بين احمد اه ما بين اه اربعة واربعين واسبع وشرين دي خاطر ما بين دومي او رياض هذا المحاولة تونسية ارتفاع وان هدف 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 لفايدت فرق ترشى además تونسي على موقع واللاعب شابن اليحيوي اليوصش الهدف تسعة تسعة مقابل خمسة أكيد داسي عبداليل الروكشي كايبان بيانو الفريق المصري ما زال متخشف جوال مقابرة نعم فريق مصري الآن خاصة عوبة كبيرة في خاصة عوبة كبيرة في سيطوف في الهجوم أما في الدفاع فاكي حاوده عنده حيث مستوى لكي خاصة عوبة في هذا اللي خلا أنه سي 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 ديفيسي لشوف زماليك أفتكات 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 منوت خسرة ما كاسك ومسجل فقط خمسة ديال الهدف الفعل تعلق ديال مروال مقايز من جديد كاتمشي تولوسيا عيمان صلاح أكيد يوراك كبير وضع باستغراب كبير كيف أن فريق فقط مسجل خمسة ديال الهدف لكي يعمل الفرق زماليك هو أحمد 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 الآن نزل لنا مشوش سي ساعد حتى 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 إصابة معناه أن أن آآ وعد خمسة في المياه بفاق زماليك ما ما ماشي ماشي في مستوى دياله الآن ويمكن هذا شيء في شوط ثاني في الفعل يمكن وهذه النقطة ليأكيد يعني مهمة بينه فريق المصري بيمكنه في أية لحظة الرجوع في نتيجة المباراة نعم خاطر فريق ترجير يادية تونسي سي لعب من مروين شويرف لفيدة كاميل عالويني وسط التلجير اليوم تلعب ببادة طريقة هذا لعب محمد علي بحر لعب المنتخب التونسي محمد علي بحر ضائعة مشيت مصرية دي فورصة بحاوله هدف هدف من كريم ايمن كريم ايمن كان كريم في المحاولة الأخيرة بالنسبة ليكيد الفريق المصري وتمكن من تشهد هدف سادس تسعة مقابل ستة خطرات الأخطاء من جنب الفريق التونسي تعود مصرية خطف التمنع الحصن حضو دايما من طرف الفريق المصري يبحث الان على فرصة ضفة هدف سابع هدي اول اصابة جنيت ساعة مقابل ستة اول اصابة جنيت ساعة مقابل ستة اول اصابة جنيت جنيت ملك في على هجوم خاطف والاسابة هدي كان مطاربة بخطأ الحكم الحكم ايمن حمود ايمن حمود وصلت لي جيبير اليحيوي جيبير في الاستقبال هذا لعب رقم سبعة وسبعين مشيت محمد علي بحر بالفعل اتصل لفيدة من هذا حسام حمام حمام لاعب كبير لاعب لي اخو برقم بكبير بالفعل هذا يقضل حمام ولاعب الكبير بالفعل هذا اه اكيد يمكن ديلك عائلة عشق اخوه اقوه اه لاعب لعب الان في قطر انضار تسع عام وقابل ستة انضار انضار الحارس الحارس دياله هنوية للفريق الميسري. ما عبتش أنه يمكن تكلم كلام لا يعليق مع الحكم. إذن تلعب الكرة. سوى عشرين دقيقة. خمسين ثانية. إذن كرة من جانب الفريق التونسي. جابر. وحاول فرصة ارتقاء. تمرير ضائعة. تعود الفريق زمريك الميسري اللي بحث عن المرتدات. وكان فيه استيضام. كان فيه استيضام. كان فيه استيضام. نتمنى ونتمنى ولمقابلة تبقى. يعني في 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 عجوة وخوية محضر. هذا ينضع واستبعاد دقيقتين. استبعاد دقيقتين تابعون الإعادة. وهذه المرة الثانية. هذه المرة الثانية استمعت فيها محمد هاشم. من المرة الثانية ايضا. لاعب محمد هاشم. استبعاد دقيقتين. وهذه المرة الثانية. تلعب واقم واحده عشرين مراد ساري. يعني الحركة اللي كانت منه. فكانت تستدعي من شانب الحكم ان هو كذلك يوجه. يعني عملية الاستبعاد دقيقتين لعب التونسي كذلك. انه لاحظنا. كانت عملية مقصودة في اختار في لعب المصري. هادري الامر. والحكم الاخر اعطاه. 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 المدرب لانه. اه. كيتكلم عارس. اغطاه. اه. اه. فحلقة الجوه مباراة مشحون. كنتمنى. 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 اردنا الهدوء. كنتمنى. يرجى الهدوء المباراة. ونشوف المباراة جميلة. وقوية. وممكن نشوف مباراة محسن نكة إلا كان الهدوء فريق المصري شوية ماشي في يومه وتنفز في هذا الشوط الأول الآن دبا الفريق مسل غير عب بأربعات اللاعبين خمسات اللاعبين دانا كورا كتمشي لفيدة تساكيدا لفريق التونسي فريق الترجل رياضي مروان مقايز كي لعب أو الغي لعب الكورا فتجا من فتجا من حمد يرصدون شوية مقابلة هي شماير العيون ذو كورا وإناتا اليوم في الموعد دواونا بدل قاعة للمغطات الجميلة هاتي تحتضل كما قلت حدث رياضي كبير مكسب كبير للعيون ومكسب كبير للرياضة الوطنية دان تلعب كورا من جانب الفريق التونسي الآن فريق الفريق التونسي تابعو دا حسام حمام ومشات تسويب من جابر اليحيوي كورا ضربات العارضة ومتجلات الحكام الحكام لأنه كان كسبق له أعطى إنضار المدري بالفريق والآن عاود إلى بونتستي عاود أعطاه جوجد خيق وده بخص يخرج لاعب من الفريق ويبقوا للعب أربعة في تيران هذا قوانين بالتعديل ومعاناة الفريق المصري فهذا الشوطأ الأول تتواصل على مستوى الإدواء إن كان الفريق ماشي فريق كبير تعلموا سوى الحصيلة التهديفية يعني ماشي كبيرة كبير هناك ندية كبير هناك يعني ما زال ما زال مبانش المقاملة بالشكل اللي كنا نتوقع لكن عموما يبقى الفريق التونسي أفضل من الفريق المصري لحد الآن فريق التونسي أفضل من العبادة فريق تونس سو بريمان سوبر موتيفين ولكن اللعب المصريين كبير بينناهم شوية من الفزين ومدريب ديانهم تاوا كبير بيننا من الفرسي شوية هالشي بنادا لأننا الدفاع الدفاع ديان فريق تونسي طريقة قوية وخلتهم يفقوا تقال فوسهم شاتكورة من جنيب فريق الزمانيك المصري الآن كيقلبوا خطى الفيدة اللعب صادق جو باسيف دابالآن جو باسيف لأننا اللاعب مدريب تميل لي باننا حكام تميل ليون باننا مقدوشي هذه محاولة شميلة 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 من حسن يوسرية تمكر من تقليص الفرق تسعى موقع من السبعة فارق فقط ديال جو جيلادف رغم أنهم مربعات اللعبة سطعوا يستشلوا هدف بالفعل نشوفوا إذن فرصة تونسية بعد الطريقة الآن غيب حتو على تسعيل هدف وخلدي محاوله بكاش موفق لكن المتابع جميلة من جانب مان من جانب مروان شويرف لعب رقم واحد وثلاثين يكتم كرمت تسعيل الهدف رقم عشر عشر سبعة فارق ثلاثة ديالهدف والسادة والسيدات في مباراة ستشهد ولا كيد في الجولة التالية صراع كبير من أجل الحسم نتيجة المقابلة ومعرفة الفريق الفيز بالكاس المنتزل لكرة التالية دولة بمدينة العيون تلعب نعم كرة في الأشياء اليسرى شميلة 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 من كريم أيمن كريم أيمن يتمكن من تقليص الفريق على بعد أقل من عشر الثانية هذه محاولة تونسية خطة خطة وارتباك البحث من أجل استقلال هذا الهف يتم تضيع الفرصة انتابعوا يتم تضيع الفرصة من جانب الفريق المصري كذلك ارتباك في مسكر كورة من جانب لعب التونسي من جانب لعب التونسي لم يبقى إلا تماني ديال سيقوند ومصراك يتحاول ما ممكن تشجل باش بقى هدف واحد وهذه النتجة هذه يمكن لها أي وقت تتغير لأن الفريق المصري غمانا ومشي في يومه ستعانا هو زعف في المباراة ستعانا من جانب الفريق المصري يحاول أنه على الأقل يخرج بفارق كيف نقول فارق هدف فهذا الشوطة الأول من خمسة أربع عادية توري ثلاثة فورس اليسر بالفعل تحدثنا على التجربة المصرية قلنا بأنه سماريك المصري فريق بإمكان العودة فريق بإمكان العودة في نتيجة المقابلة في الطهد في الوقت اللي كان الفريق التونسي التسيد بفارق مهم بين الأداف العودة تأتي في الثانية والثانيتين الأخيرتين من جانب حسن يوطري يسجل الأداف التاسع عشر مقابل تسعة أكيد السعب دليل الروكشي المحاصرة التقنية من جانب الفريق معاً خلال هذا الشوطة وفي حق المستوى لديهم مستوى كبير ولكن الينا نرفز هذا البعض اللاعبين خلتهم شوية مضوط تقني شوية ولكن في آخر عشر تقائق كان شوية مستوى وفريق مستوى حاول أن يرجع في المباراة ونرجع بما أنه كان نهزم خمس نقاط الآن نهزم خارج نقطة واحدة يمكن نرجع وهذه غا تعطي أكيد تشويخ خاص بالنسبة للجولة الثانية التي سنتبع سيدات بعد فترة الاستراحة لا تدابوا بعيداً سلسلة الملاكمة العالمية على قناتكم الرياضية موسيقى 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 وأكيد الترشد رياضي التونسي يطمح لتأكيد التفوق والبداية الوفقة التي سجلها مع انطلاقة المقابل لكن تابعنا خلال لاحظة تلخيراً من الشوطى الأول ومن الشوطى الأولى كان هناك بعض الأخطاء المؤثر التي تم استغلالها بنجاح من جانب عناصر أكيد الفريق الميستري يترقبون انطلاقة الجولة الثانية كما والشان بالنسبة لكل متتبعات شعباً قناتكم الرياضية هنا من حاضرة القليم الجنوبية للملكة من مدينة العونت طريقة المباراة في الشوطى الثاني يرافقوني كالعادة أكيد لطر وطني عبدالإله الروكشي طبعاً سي عبدالله يعني شوطى الثانية تشويق اللي انتظرنا في الشوطى الأول ربما ما كانش بدك الحدية وبتلك الندية لكن الشوطى الثاني أكيد شوط إنهاء الأمور ومعرفتها الفريق الفيس كانت مننا أن الفريقين الثانيين يلعبوا بهدو والعلم بهدوغ يلعبوا مباراة قوية وغادي يشوفوا واحد الشوط الثاني في مستوى الكبير لأن الشوط الثاني الآن هو ما عندك إصابة التعادل هادي جميلة إصابة التعادل تأتي منشاني بالفريق المصري مع انطلاقة الشوط الثاني كورا منشاني بالفريق التونسي مشات مباشرة لعبانيس محمودي ستلعب مجديد مباراة لأنه عنيس محمودي عنيس يبحث عن التمرير كيتمكن من ذلك لكن بعيدة رشعة ميصرية بداية ميصرية موفقة من جانب الزمريكا الميصري يتلقي العادة مروان مقايز لكن هذا المرة الهدف 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 يأتي من جانب من من جانب نعب الزمريكا الميصري أحمد الأحمر الزمريكا الميصري على الترشي الرياضية تونسي فاد المقابلة بداية شهيدة اول مرة يتقدم فارق المصري و اول مرة يجل أحمد أحمر للايصابة هذه هذه الإصابة تجليه جاعة تقافي لبسو وهذي يقوم بشوة تاني كالدن كي ممتاز الآن فارق تونسي كيحاول ممكن يدير واحدة أطاق فلسي أكيد متابعة من شري مخصنة في الفعاليات هذا مدرب المقتدر بسودين مدرب اللي أكيد يعني خلقه صراحة بعد المفهوم أقول بعد المفهوم خلق شعبية كبيرة هنا بمدينة العيون اليوم يتابع كما هو العادة ويسند كل ما ينظم بعد المدينة وكل ما هو في صالح الشباب المدينة على مستوى التنظيم وكذلك على مستوى المنفسة في كرة القدم وبقية الرياضات حتى كرة تليد كذلك عند نصيبها اليوم أنا كنظم بأن الفريق تونسي يمر الآن بنفس المرحلة الفريق المصري في الشوطر أول بفعل هذه كرة مصرية ضائعة أشعة تونسية الاعتماد على اللجوم والتنمور تسد البعت على التصوير كان موفق كان موفق لاعب تونسي مروان شويرف يعدل يتمكن من تعديل النتيجة 11 مقابل 11 هذا هو شويرف وبدأ الطريقة الجميلة بدأ الطريقة الجميلة من شويرف مروان لعب المنتخبة تونسي لأنه خطأ لحفيد أحمر يعود يعطي الكرة للاعب الدائرة حاولي يقضف وحريس كان في مستوى وشد المباراة وشد الكرة وطاق كوتا طاق الفريق خطأ يشير الحاكم طاق سادي الأمتار هذا لعب رقم 89 لعب محمد هاشم سيغادر مباراة بالفعل تشوفوا تمرير كانت من مصطفى السيد الصادق صادق صادق لكن تعلق من جير بالحال ساعتماد على الجميلة المرتدة محاولة تونسي من أين تهد الحارس كاريم هندوي كاريم هندوي يبقى نقطة قوة في كذلك في الدورة الدفاعية من جانب عناصر الزمريكا المصري حارس متالق تعود تونسية سواب من أنيس محمودي كانت بالفعل عداء لعب كاميل عروين تسديد كانت من أنيس محمودي لكن ما كانش موفق اللعب أنيس محمودي هذا اللعب هذا اللعب ساتمانين كوات تانية كي يتيرها ويخطأ في قدف كان خطأ لمستوى التمريل من جير معناصر التونسية فرصة مصري يضيع يضيع اللعب محمد هاشم تعود تونسي يرتفع يقع المقابلة والسيدة والسيدة يسجل يسجل محمد عالي بحر لعب المنتخب التونسي ما بالتصفيق تونس شمير الحاضر بعد خمسة دقائق دقائق من الصوت التاني كيتبين بأنه أرجع الفريق التونسي ولكن هناك أخطأ كتير أخطأ فردية أخطأ في في التمريل أخطأ في قدف مواجهة ما بين لعب حريس دائما الحريس كيفوز بدل المباشرة هذه لأنه محراس كبار ويتلاحظ بأن الحريس تونس ستطاع الشمارات يأخذ كورا ويعطي حريس وسيم مهلان هذا حريس رقم 12 هذا لعب مره أدم الحريس مروان مقايز بالفعل مروان مقايز وكي هناك حريس أخر يسمه وسيم مهلان حريس جيد بالفعل 12 مقابل أحد تقدم تيل فريق ترج ريادي التونسي قوة التسليدات عن شانب اللاعبين رجعت مصرية الصادق تلعب بلا مستوار وقليمان صادق كاريم ميمن صادق يمرر الاعتماد على المصطفى السيد الضير الأيصر تابعه دي محاولة من شانب الفريق المصري هدف التعادل يتيم كاريم ميمن لعب رقم 8 يستغل الفرصة على النحو الشيد تابعه لعادة بالرغم المتابعة من شانب لعبين دي الفريق التونسي أول رجع الفريق المصري وهذه إصابة الرابعة كاريم مقابل 12 تعادل وهذا ربما سيناريو انتظروه طيلة تطوار الشوطة هذا مشكلة الدفاع من جهة اليمن الفريق التونسي كي يستغل فريق المصري هذه محاولة مشات لفيدة الفريق المصري البعت على التسديد الهدف هدف من محمد محسن هدف من محمد محسن يسجل الهدف لفيدة الفريق المصري تغييرت المعطيات من جديد 13 مقابل 12 هدف هنا وهدف هناك بهذا الطريقة الجميلة بهذا الطريقة واستبعاد لدقيقتين استبعاد لدقيقتين للاعب كريم أظن كريم أيمن هو الحارس كريم هنداوي شد مبارك شد الكورا في المستوى وعطاء الهدف ولكن الطريقة مش لعبات فريق الترجي لعب ربيد واستطع ما أمكن واستطع يشجل إصابة لأن هذا الدكار المعلواني هذا كما قلت لك يستنغاج بك ولعب في المستوى كبير ويعرف يستغل الفرص ويستغل ورجعات دائما دائما دبا زماليك وإسبرونس 13 تعادل وهذه النتيجة هذي سنرى تحت أسوأ شوط تايد المباراة إذن 13 مقابل 13 تعادل تعادل كير من خلال الكورة الأخيرة للفريق التونسي لاحظنا نهوت يعني مرة كنشوفه للفريق التونسي متقدم بعد ذلك تعادل العودة في النتيجة من شري بالفريق المصري ثم كذلك رجوع في النتيجة وهذا ربما كيف قلت سيناريو انتظروا خلال الشوط التالي من شري بالفريق معنا إذن كورة مصرية هذا الصادق التعبات بهذه الطريقة تذكر زمريك المصري اللي غيتواجد أكيد في المشموعة اللي غيكون فيها أكيد الفريق ويداد السمارة ستكون زمريك ستكون معهم حمامات هذو فريق حمامات تونسي بفاقي ستكون لد لد ويداد السمارة وكانت منه ويداد السمارة يتأهل يدهي مر على الأقل مع هذا الضور الثاني ويمر هو الثاني حتى يتمكن يلعب في مباريات شوية ما تكونش بالفعل ما تكونش أماما منتخب لي يكون أماما فريق ليكون قوي مرشح الفوز بها البطولة وكانت كواتي المباريات الممتلة في ويداد السمارة عندها الحضور ديلا ويتحاول تعبج كو بشتفوز ولو على فريق الحمامات يعني من بلنا فريق حمامات ومشي فريق سهل بل فعل إذن نكون من جانب الفريق للمصر الآن تعادوا 13 مقابل 13 تابعوا استبعاد دقيقتين من جديد هذا المرة للاعب الفريق التونسي لاعب مروان شويرف كان هذا المرة التانية تاني بالفعل استبعاد للمرة التانية بهذا الحركة الحكم كان قريب والشاف خطأ والشاف أنها تستحق استبعاد هذا اللعب شويرف مروان لعب المنتخب التونسي لمدة دقيقتين دولك يبين بأن كما قلت لك في قوة جسمانية لأكد عبدالرهام في هذه المباراة ولكن الانتليجانس دي حسن حسن يوسري خلا اللعيب دي التونس يدير الخطأ ويخرج الشقيق والوحد الآن فريق الزمال لم يستفيد ولو مرة واحدة من السوبيتون أمريك تلعب كرة لفريق الميستري في اللي شيري يومنا اللي بحت على عملية التموي وكان هناك الحارس مروان مجيز كالعادة متال لقيد الحارس إذن كرة لفيدة فريق زمال الميستري تلعب هذه الطريقة دفاع لدينا فارق الزمال في لعب خلصة لاعبين وفارق ديال تونس في لعب صادق صادق يوضيف هدف رقم رمعتاش رمعتاش موقع بل تلتاش هدف لفيدة الزمال كربصري كان مباغ تلاعب قلت منه سيكون من بين اكتشافات هذه الدورة تابعوا تابعوا هذه الطريقة يتمكن من تشير هدف محام مصطفى صادق رشعة تونسية الآن الزمال كوال متقدم من جال يومنا لاعب رقم 13 لاعب محمد علي بحر عدم شات من وسام الجزيري بحر من جديد تعود وسام بوغرمي لعب 22 وسام بوغرمي تمرير توضيع فرصة من جلب الفريق المصري لوجود المرتدة سلاح من الاسلح ضيع 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 كالعدم تعلق في صد أغلب المحاولات السانحة للتشير من شرع الفريق المصري هذا هو الحارس الذي تحدث عنه في حديث معه سيم ملال في حديث مع الحارس الأخر في صفوف لفريق التونس تعلق الحارس وعدم تعلق لعب أحمد أحمر لأنه لعب أحمد أحمر اليوم ليس في يومه بفعل أحمد أحمر لاعب الفريق الزمري المصري لاعب لعب 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 اللعب جيد جيد من وسام الجاسيري هذا يستشير الهدف 14 رفع من جديد فرصة يفيدة الفريق المصري خطأ يش عنده وحد أرض فعل 14 مقاب 14 استبعاد لدقيقات لعب كريم أيمن ونظن هذا استبعاد ثالث يخط وقع حمراء لأن اللعب حاول يضرب بكورة مدرب أيمن صراح يعني ردة الفعل دياله فدى اللحظة كيد غير راضي على هذا الخطأ اللي ارتكب كريم أيمن هذا الثالث آه أي خرج خطروج خطروج هذا لعب وهذا لعب ما حتى المدرب أيمن صلاح كيتأكد من يعني الحكام الطاولة والشهد والاستبعاد الثاني والثالث أظن بأنه استبعاد ثالث تابعونا الحركة أظن بأنه الثالث بأنه بأن بأن المدرب ربما كان كان حاول أنه يكون دكيف فد الاستشارة يعني حاول ما يقوم بالمجازة فأنا ويدخ اللعب الذي تم استبعاده في ثلاث المرات جاكي يشير منه الخروج ولمرتين لكن يتم تأكد وفعل يغادر يغادر كريم أيمن كريم أيمن يغادر استبعاده المرات الثالثة لأنه مؤثر مؤثر للنهزم من هزم فالزماليك فالمسؤوليك تصعرير لأنه تهور وداخ خطأ مخشي خمبي عند الآن فرق الميسري يبحث عن هذا فرقم 15 عمل يدي الاختراق لصادق صادق تمرير في اللاجئة اليسرى تابعوا دي عملية دي تصويد من أحمد الأحمر واذا تحدثنا عليه الأحمر اليوم يغرد خارج السرب الأبيض فريق الزماليك المصري والهدف الهدف 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 يأتي من جانب وسامة أبو غرمي وسامة يا وسامة يتمكن من تشير الهدف 15 14 الآن تفريق جانب فريق الترش رياد التونسي لاعب الزماليك اليوم خارجين من المباراة وغذي بقوا بقوا يدائلوا تكملوا الحكام وغذي يفحدوا عصاد بينهم الحسن يبقوا يبقوا مركزين على المقابلة بالفعل نشوفوا هذا الصادق صادق تبريلا بعد الطائق هذا مصطف محاولة محاولة من شانب الأحمر أو من شانب محمد هاشم هذا محمد هاشم بالفعل محمد هاشم لعب رقم 89 تابعون التمرير كانت تدكية من مصطفى السيد فتش محمد هاشم يتحصل على رمية جسال في ذاته فريق الزماليك المصري على التنفيذ من محمد محسن محمد محسن والبحث على هدف التعادل وبالفعل تمكن من تشيل هدف التعادل كان موفق هذا اللاعب رقم 3 محمد محسن 15 مقابل 15 فريق المصري الآن كي لعب منقوص العدد بالرغم ذلك رشع في النتيجة وتمكن من تشيل التعادل هذه محاولة تونسية مطالبة بخطأ تابعوا تسديداتي بذلك تسديداتي بذلك من ايمان حمد حمد يا حمد تابعوا كيف يرتقي وامام غفلة من كيد من العامين دي الفريق الزماليك المصري كان هناك مطالبة بخطأ جوجة المنزبات لكن الحكام شاف ما كانش الخطأ أنا قلت ما أنه يجب يجب عن اللعبين الزماليك أنهم ينبوا المباراة ويتركزونيها لأنه كان هناك كورا دي متجنش لكوم مركزين تانيا لعيب حمد إلى تيلين تير كروازي إلى بريق الحارس وإلى مركز لك المباراة المباراة قوية كما كانت تعالى مباراة قوية دي الفرصة تابعونا 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 يتمكن من تشيير الهدف تابعونا تابعونا مستقطع الآن طلبه الفريق المصري لأنه ما خلق ما خلق يخلق الفريق التونسي يفوت تابعونا المباراة بكل الأعصاب إذن 17 مقابل 15 الترشير يدي التونسي متقدم بها دفين أكيد هذه معطيات الآن تفرد يعني ترميم الصفوف تصحيح ما يمكن تصحيحه عدوة سيم ملال وإلى جانب الحارس المتلق مروان مقايز فيما تابعنا أكيد الحضور مويز من كريم هندوي ويشام كريم هندوي اللي أكيد الحارس الرسمي لزملك المصري هناك حارس آخر اسمه ويشام هاني إذن نتلعب الكرة مصريا من بعد 15 مقاقة آخر فريق الجزائر يفوز بجوش جيلة بسمعتاش لخمسة فريق الجوش للأهدف فريق تونسي تفوز بجوش الأهدف واش غادي قطع يحافظ على هاد سبق او غادي او زاعة ورخاري جميل مش هتكورة تونسية تابو عملية دي الاغتران خطا يوشيل الحاكم كان ضمن مش تدخل تي اللاعب المصري كان دي اللاعب التونسي كان يستدعي الخطا هناك احتشاش على الحاكم من شنب لاعب محمد هاشم اتوقعوا انه لحظة تلخيرة ما غا تكونش سهلة ما غا تكونش سهلة ورمية شساء او خطا خطا لفيدة فريقة ترشي ريادية تونسي سعدي اللامتار لانجوه ديو ماتش لانجوه هو ليخلى لخلى هادشي يوقع لانجوه لان كل مغي يفوز بر مباراة لكل وكان هناك كذلك حسابات لميزة دايما لقاة الفريقين فكان عرف الترشي يبحث من نجل تتويج على حساب الزمالك والزمالك نفس المعطى دايما يريد ان يوكيد الحضور امام المدرسة التونسية بين هذا وذاك يتوصل الحواور ووووه جميلة بذى الطريقة جميلة بذى الطريقة المسجل مروان شويرف مروان شويرف يتمكن من متابعات الكورا بعد مرتدات بذى الطريقة تابعه يعني التمرير والتصويب دا الشكل الجيد من طرف من من طرفي من حماد حماد سدد كورا ردتها العارضة والمتابعة اللي كانت عجمل من مروان شويرف والنتيجة 18-15 18-15 هكذا الصورة كذلك في المدرجات انتبعوا دي محاولة مجال الفريق المصري يبحث لتقليص الفريق والسيد والسيدات هذا الحمار وصلت رقم 17 حسن يسري وخطأ خطأ خطأ لفيدات فريق الزبريق المصري الآن الفريق دي الترجيه شوية دخل في المباراة وخلاه لا أدنى تأديه كذلك اللقات خلاه يدخل في المباراة ومكس شوية هذه المباراة هذه ذكر أيها السيدة والسيدات يعني الفائز في هذا الموقع برغي تأهل لبطولة العالم للأندية هذه المباراة مؤهلة لبطولة العالم للأندية وهذا يأكد قيمة الحدث وقيمة هذا الموشع برسم الكاس الممتز لكورة اليد وكذلك الدورة 32 من البطولة الإفريقية للأندية البطلة تابعون الإعادة بعد طريقة لعبات تصويب لكن مشيئت بعيدا كورة لفيدة الترجيه ريادية تورسي الآن خرجوا العلواني فارق المنصري يخرج للأندية البطولة لأبقي العلواني والأندية البطولة باشي حاول ما أمكان ليخليم بشي لعبوا في خاطرهم لأن العلوانيكي هذه محاولة متابعة العلوانيكي استطاع معه كانت من لعب عيني حمدي لعب رقم 14 فريقة تونسي اللاعب اللي خرج بوقع الحمراء خلناك أنك تخلنا مكان ديالو ودباها وكيبان أنه فارق المنصري قا صعوبة ففتجي الأهداف لأن اللاعب اللي خرج كان في كتبه كان قاقا دي سوليسيون قدرنا فرصة من شانب فريقة زماليك الميصري تمرير ارتقى دخول واستبعاد لدقيقتين كان الحكم صعب في قراره وحتى ردت فعل توقيد من شانب هذا اللاعب والسامر جزيري يتوقيد بأنه كان الحكم كان قرار سليم واضح واضح ما فيه الشك ما فيه الشك خطأ واضح وكذلك حتى العقوبة واضحة ومستحقة بالنسبة اللاعب التونسي المشكلة اللي واقع الآن هو فارق للزمانيك ما استطاعش اشجل هو او سبيوتين امريكي هذا هو المشكل معناه كذا اخطاع في الهجوم اتمنى اننا اننا ملقاو حتى حتى يبقى له في سباس لالاخر جو المباراة تنتبهوا هذه محاولة من شانب الفريق قلمي ستري عملية ديال التمرير في الشياليوسرا وجد صعوبه فضل لحظات متابعة من شانب معنا سيرة تونسية على بحث من شاته الشيالدف رقم ستاش لكن هناك خطأ يشير الحكم جو المباراة من حسن نسري من بعد من الحكام فايد دوباش على لاعب سلبي لكن حسن حسني حسن نسري القارة سوليسيون واستطاع مع محاولة والأدف أدف أدف من شانب اللعب محمد محسين بالفعل هو محمد محسين 18 مقام 19 فريق الجوجل الأدف ترجي رياضي تونسي متقدم في النتيجة والسمالك المصري يحاول ويبحث للرجوع في النتيجة هذا رقم 22 والسماء بوغنمي مشت كامل علويني بوغنمي تصل لأيمن حمد أيمن حمد أيمن حمد أيمن حمد أيمن حمد والأدف والأدف من جانب أيمن حمد والترجية تقدم ب19 مقام 19 تابعونا لعادة عنده عنده يد يسرى قوية ويمكن يشجر بأي وقت وعنده البون دي وكيستطع جيد دم الميزة دي اللاعب الناشع في كرة اليد وشمبر ساد من شل من فريق التونسي هذا اللاعب كيتمكن من الأدف اللاعب محمد عالب حر محمد عالب حر يتمكن من تشير الهدف عشرين ستاش فارق ربعا دي الهدف تبدلات المعطيات تتغيرات المعطيات وانقلبة المعطيات لأول مرة فارق ربعا دي الهدف الآن تحتم على الفريق المصري تصحيح ما يمكن تصحيحه قبل فوتلوان أنا قلت فريق المصري لقى صعوبة كبيرة منذ البداية من الكي كونسيتوم كيكونوا سيبيتون أمريك المشي جيش كي لأخطاء قوية وهد من جهة من جهة تانية اللاعب أحمد أحمر مش مشي في المستوى اليوم اليوم خارج على مشي عاتو كأنه هو لعب مؤثر كي أثر وخروج اللاعب اللاعب الأيمن اللي خرج قبل لابكات روج تهوى خلا خلا مكانه وأطلع على على الفريق المصري كورة كاتمشي مصرية في الشيليوسرى هذا صادق دائما هو صاحب الربط بين اللاعبين في الأدوار اللي وجوم يا إذا كاتمشي كورة مصرية أحمد أحمر وخاطة كيتحصل عليه فريق الزمريك المصري نذكر 48 دقيقة 54 تانية يجيو للتانية نقترب نقترب نعم على بعد الآن 15 دقيقة 940 دقيقة الإصابة لعب صادقي الإصابة لعب صادقي والآن بقات تقريب 10 دقائق لنهاية المباراة وثلاثة المقادل للفرق الآن فريق المصري تقريب على المرحل أحمد وعلواني وهذا أعطاهم فرصة أنهم يأخذ الكورة الآن. دبا الآن كورة عند لعب مصري. إذا كورة من جانب فريق الزبريك المصر دي محاول التمرير في الاشياء اليوم الارتيق والتمرير تغيير تشياء الكورة بشكل صادق. هذا الصادق يبحث بنجد استغلال هدف. هدف 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 هدف. هدف يأتي من محمد هاشم. محمد هاشم. عشرين ثمنتاش يتقلص الفريق الهدفين. اكيد الان فضل لحظات. نعم اللاعب صادق. اه حقا لكي ما بتلك لنا فاجئني. ولعب انه لا تشفته. ولعب قوي. ولعب اه عنده مهارات قوية استطاعناه يقال حلول. وشجل ربعا الاصابات تقريبا. وعطاها واحد دوبونت باس للسيميتر. اذا هذا لعب اصبح لعب مؤطف الزمانيك. اه. وهذه الطلطف المتخب دي المسرى. الان فريق دي الترجيخ دي وقت مستقطع. لانه اه. بدك يشعر بالخطاء. بدك يشعر بالخطار. بدك يشعر بان الفريق ذي الربعات النقاط. بدك يتخلص. بدك يقوي. بدك يدو لاعبين. دي الترجيخ دي اخطاء في الدفاع. هذا خلهم. يشجلوا فسيلا. الان هنشوفو. اشنا هي التطيبات اللي ياخد. للمدرب المصري. والمدرب المصري من صلاح. والمدرب الفريق التونسي دينيس. لاتود دينيس. يمكن تعاقد مع الفريق شهر يناير. وداية شهر يناير. مدى الناكورة. ستلعب من طرف فريق الترجيخ ريادي التونس. بشات. الجيال يمنى. تلعب من محمد علي بحر. محمد علي بحر. دبط طريقة دي الدفاع. لقم خمسة لعب حسيم حمام. على ذكر حسيم حمام. هذا الاخ ديال ويسام حمام. هذا لاعب لي معروف في المنتخب الوطني التونسي. لاعب لي اكيد كان لاعب الفريق مونبولي الفرنسي. اختير افضل رياضي تونسي سنة تلفين وخمسة. طريقة طريقة. كيف قامل بين لاعبين الكبار اللي دازوا ومروا على المنتخب التونسي. لاعب. ويسام حمام. اللاعب علواني نخلطي ليه. شوية في في اقدر فاصل مو القالة سويسيون. الان انا ننقاج مو بيزيك. مقابل تمانتاش. ننقاج مو بيزيك ديال لاعب علواني. ضرب الجزاء. دان تابعوا اليعادة. في الخطأ واضح. في الفريق التونسي. يتقدم من اجل تنفيذ ربية الجسادة. وسام البوغرمي. لعب المنتخب التونسي. وسامة. وسامة والفورتو. لكن بالفعل يتمكن من ذلك. يتمكن من تشهر الهداف. واحد وعشرين تماطاش. تقدم واضح من شانب الفريق التونسي. فضلا حظا. فرق تلاتة ديال الهداف. ما حد المباراة كتقد قرر يتاهي. كتب. تسخل المباراة الآن مباراة صحات. آآ 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 جوج لعب ايمن حمد. تلعب لمروان شويرف. وصلت من ايمن حماد. اللي كانت لحسام حمام. العب الجيل اليمنى. ضائعة تعود لفيدة مروان شويرف. مروان في تنفيذ. مروان لعب لكمال علويني. علويني. تصل لأيمن حماد. حماد لعلويني. علويني تلبع تمنج الاختراق. انتبعد الفرس التونسي والضف بطريقة تونسية من ابن اكيد سبرانس كالعادة. يتعلقون ابناء الترجيف في تشيل اللي فاتن عشر مقابل تسعة عشر في من الفريق المصري. أكيد فضال لحظات يحث من اجل الرجوع في النتيجة فريق كالعادة بإمكانياته الكبيرة. وبحضور المميز لكن في هذا المقابل بالمبيان والزمال كالمصري وجد صعوبة في مجموع عام الفترات المباراة يرد بطريقته يرد بطريقته لعب محمد عبدالسلام لعب رقم 15 في الصفوف الزماليك المصري 20-22 أو 22-20 فارق جوشي الهدف تابعوني عادة كيف يرتقي وكيف يسدد هدف مهم الدفاع الدفاع دين فارق ميسي الآن خرج إلى بقى واندي فيديوان العلواني وأيمن هذا العلواني يضجر مكشة كورا شوف محاولة تنسيو حسيم حمام لأن الطريق هذه خلات دفاع خلات بكود اسباس من إنستبعاد لدقيقتين الدفاع بهي و السامل البوغنمي لأنه خسو حسوما يعطي بتئكي طوال ماتر ماذا ولكن المشكهة أي كما قلتمون الدفاع و الآن ما كيخوش الحلول رغم أنهم أونات في يوتين المئر أو سبيوتين المئر أو سبيوتين المئر ما كيخوش الحلول 23 وعشرين موقابل عشرين إذا كنتمشي كورا مشان الفريق السامريكي الميستر الآن كيبالي أحمد أحمر فقط ثقة في نفسه بقاش خدا يسدد ونغمال ما أحمد أحمر كيسدد بهاد كورا تبريع من الأحمر وسطت بذل طريقة من صادقة دول بالفعل من لاعب مصطفى صادق كيبقى من بين نجوم هذه المقابلة في الفريق الميستري هذه محاولة ميستري شميلة 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 من أحمد الأحمر الأحمر اللي افتقدناه أكيد فضوار هذا المقابلة كيتمكن في هذا الشاطئ الثاني من تشهيل هدف مهم يقلص الفريق لهدفين ثلاثة وعشرين وواحد وعشرين تابعوا لعادة كيف يرتقي هنا النظر التقيب في اتجاه شباكة لحارس تونسي مروان مقايز الذي يتابع الكرة تدخل شباكة ترشي في المحاولة الأخيرة لاعب كبير حمد أحمد أحمر كيف قد أي ملاعب كبير حاول تونسية بشت من حمد لي حسيم حمام أي من حمد يختار التصويب أي من حمد يختار هذا القرار هذا الطريق الجميل نتابعوا العفوة في المتابعة وفي الدورة الدفاعية من جانب عناصر كيد الفريق المصري الزمارك يتابع الكرة تدخل شباكة كاريم الهندوي والمتغيرات بين الفينة والأخرى من جانب الفريق المصري هدف 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 جميل من جانب مصطفى السيد هدف جميل من جانب مصطفى السيدة من أنظار هذا المدرب كيدا دينيس يتابع الفريق المصري بين الفينة والأخرى يستغل مشموعة من الكرات ويعود في النتيجة لكن بفريق الهدفين 24 مقابل 22 تقدم من جانب الترجل يديا تونس الآن كنلاحظو أن ندوك إشجل إصابات طريقة سهلة لأن الطريقة لأن اللاعبين تمنع الخاطئة كانت من أيمن حمود رشعة مصري هدف يشبه له بكاش محدود ما كانش محدود يعني كورا كانت منخفضة ما كانتش في الاتجال شيدة دي محاولته رسيو والهدف من أيمن حمود يتلق في اللحظات الأخيرة ويسجل لهذا فانذكر 55 دقيقة على بعد مشاهدة كرام 4 دقائق و40 ثانية على نهاية تأكيد المباراة الترجل يديا تونسي يقترب من التتويج والزمال كالمصري لا يريد ذلك ويمحث من أجل العودة في نتيجة هذا المقابل المشوقة بين المدرسة التونسية والمصرية هنا على الأراضي المغربية هنا بالعيون العيون كما قلت التي تعيش الحدث الرياضي وتتفاعل صغيراً وكبيراً شيباً وشباباً مع أشواد البطورة الإفريقية أكيداً التي نتطلع أن تكون مميزة سواء على المستوى التقني وكذلك حتى على المستوى التنظيمي إذن أتذكر خمسة وعشرين وعشرين لم تبقى إذا بعد لقائق وتتنى زبهم فريق المصري الآن ستلعب عربية شساء ستلعب من أحمد الأحمر الأحمر يبحث من أجل تقليص الفريق أمام الحارس مالي لكن مكاش موفق الحارس والسيم والهدف 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 الهدف من جنب الفريق المصري الآن عادف أحمد الأحمر شاهد في وقت مهم فريق ديال شوشي الهدف ميسر ميسر موقع بلما انتهتش فهذا الوقت اللي يخص الفريق فيقروي حول ما ممكن يتبطع عصابه ويقدر يفوز بعد المباراة لأنه كيقولون وتوتق لي أن أحسن مكين هيا أدين نسي منوت يفوز أفوار جاري هذين أساسيه هاتشي والآن تابعوا هون شم مرتد مشهر بالفريق المصري هذه كورة مهمة 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 هدف من جانب الزمانيك المصري هدف من جانب الزمانيك المصري في وقت مهم يقلص الفريق بهدف خمسة وعشر الربعة وعشرين انتابعون الإعادة بذل الطريقة الجميلة من جانب رامي يوسف رامي يوسف الموفق في الرمية الأخيرة كيتمكر من تشهيل هدف رقم الربعة وعشرين خمسة وعشرين ربعة وعشرين أكيد الموقابل الآن في اللحظة الأخيرة ستشهد التشويق كبير وكبير جدا واللعب الآن اللي هو ساقط سيخرج جدقائق لأنه دافع بطريقة قانونية وإذا لم يخرج جدقائق سيبقى الفريق ذات ترجي بربعة اللاعبين ستبقى تقريبا 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 ثلاثة دقائق وعشرين وخمسين ثانية إذا ستبقى المباراة شعلة ستبقى بحق اللي ستركز هذا كما تبتلك في كيبان فوق قوية وكبان فوق قبار بالفعل فرقة كبيرة دان ترشي رياضي تونسي متقدم خمسة وعشر وعشر نذكر ترشي رياضي لفرع كورة تالية لتسل سنة 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 وسبعة وخمسين تمكن من صعود درجة الأولى سنة 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 في أول موسم لو في القسم الأول كان سنة سنة ذلك الوقت فهو بطل تونس تخيلوا معي حوالي ثلاثين سنة ومنها خمسة سنة متتالية كاس تونس خمسة وعشرين كاس تونس الممتاز البطولة العربية الكورة تليد فأكثر من ربعات ديال 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 القيب فهذا البطولة كاس العربية لنديل فيزيب الكاس مر دوري أبطال إفريقيا فاس بيها كديري كاس إفريقيا فاس بمشموعة من العلقاب من الفين وثلاث الفين وعطاش خمستاش ثم كاس السوبر الإفريقي الفين وعطاش تتغير بطات خمسة وعشرين خمسة وعشرين مباراة مشعلة أيها السيدة والسيدات من شارب الفريقين معانا الهدف من شارب أحمد الأحمر أحمد الأحمر ليخف المقابل لكن في الشولة الثانية وفي لحظة الأخيرة قلب المعطيات رأسا على عقب وعاد الفريق المصري لأكيد للمنافسة على نقب الأكيد على هذا الكاس الممتاز لكرة اليد أنا قبل أكمل أنه يدوني سيميوتي فوساد ورجيري الآن أخطأ للمنافسة للمنافسة أنه ينبليا وإنه ينبليا للمنافسة للمنافسة هي من المتازل وإنه يدوني وإنه ينبليا أهل مرّا ينبليا يشجل إصابة تانية ولكن لأن النعيب 44 لعب على الوالي دي التونس وليس جدقيق فلعب مؤتك تي قوي على الفريق بالفعل فريق التونسي كما قلت كانت تابعه في الصورة فاز كاس السوبر الإفريقي كورا تالياد في 2014 وصلت دور نهاية في 2015 إذا لقوت من هناك حسابات لأنه الذي يلفز على الترش الرياضي هو فريق السمالي كالميسري الترش الرياضي التونسي يقوم الفريق إفريقي والوحيد الفايز بالتولاتية في موسم واحد فايز بتوري أبطال إفريقي الكورا تالياد كاس إفريقي الآن دي الفايز بالكاس وكاس السوبر الإفريقي لكورا تالياد الفريق اللي انشب اسمها عديدة بداية من وسام حمام عصام تاج هيكل مقنم محمود الغرب جلال الدين التواتي كاريم السواغي منصف الحشيز محمد مادع رجليل بوعناني الحبيب يقوتام ونير جليلي فوزي السواتي ومشموع عمل اسمانة جيبا تاير منصف بسباس وخالد عشور واللائحة طويلة دي فورسو تضع من شارب الفريق التونسي هل يقلب المعطيات الفريق المصري في اللحظة الأخيرة فريق الزامريك المصري فهذا اللحظات يبحث 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 للتقدم فهذا اللحظة الأخيرة لم تبقى هنا دقيقتين وتعادوا بين الفريق ونازل فريق تونسي عند خلصة لعبين نشوفه ووووه كورا كورا غير موفقة فريق الزامريك المصري نذكر مشاهدة كرام فريق للي كيبقى من بين الفرق العريق على سعيد الإفريقي فاز بالدورة الميستري فاز بالدورة الميستري 12 مرة فاز بكاس ميستر 11 مرة كاس السوبر الميستري في 6 مناسبات وفاز بكاس التفوق لكرة اليد البطر في 3 ديال المباريات في 3 ديال المناسبات فاز بدوري أبطال إفريقيا الكرة اليد في 7 مناسبات أخير وكيان 2011 كاس إفريقيا أبطال فوسي كرة اليد هذا يشميله والهدف 26-25 بحتلان من أجل تعديل النتيجة من جنة فريق الزمالي كالميستري كرة فلاش اليوم لاحظة تنخير أيها السيدة والسيدات لاحظة تنخير وقت مستقطع وفريق الزمالي كالميستري قلت اللي فاز بدوري أبطال إفريقيا في 7 مناسبات كاس الإفريقيا لأبطال الكوسي كرة 3 ديال في 4 مناسبات كاس السوبر الإفريقيا في 5 مناسبات اليوم إذا تمكن من الفوز الزمالي كالميستري ستكون هي المرة السادسة التي يتوج في هذا الفريق بلقب كاس السوبل الإفريقي بعد اللقب اللي كان سنة 2015 هو حامل اللقب اليوم يدفع عن اللقب أمام الترجل يدي التونسي اللي كان أكيد حرم الفريق المصري اللي كان حرم الفريق التونسي من اللقب النسخة الماضية فكذلك بلقب البطولة العربية لكرة اليد في مناسبتين وبطولة كاس العالم للأندية تأهل لها ثلاثة دي المرات تخيلوا معي الفريق بيد القيمة وبيد الحجم ثلاثة دي المنسبات كيلعب كاس العالم للأندية اليوم هل سيكون موفق بالوصول للمرة الرابعة لبطولة العالم للأندية بعد محطة 1999 الفين و الفين بعد محطة 1999 الفين و الفين و عشر الفين و احداش و الفين و اتناش اللي احتل فيها المركز الرابع اه الى فاز اليوم ترجي فالفتلك يرجع الفتلك يرجع احمد ايمن 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 احمد و العلواني العادي محاولة لم تلقى لم تلقى الا تقريبا اربعين اربعين اعدا اربعين تانية اربعين تانية اربعين تانية و الفريق المصري يحاول مصري يمشت بذل طريقة التمرير محتى التسديد بذل طريقة الموتيرة من شاني محمد عبدالسلام محمد عبدالسلام يعيد السلام اكيد لي عناصر الزمان كلمسري بعد اكيد اللحظات الاخيرة لكانت صعبة بذل طريقة من شاني بذل لعب تواني متبقية ترجل ريادي تونسي كرة المقابلة كرة المقابلة فرصة 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 لفعدة الترجل ريادي تونسي مباراة موتيرو تنتهي بالتعادل 26 26 مهد التشويق والسيدة والسيدات مهدين الدية ومهدين ترجل بالفريقين معا اكيد مباراة على عصاب مباراة مشوقة من طرفة ريادي تونسي والزمريكة المصري الان اكيد الان القانون دفواسنك يلعبوا دفواسنك الاولى ويخشوا بتاع دول يلعبوا دفواسنك التانية عادوا بكلهم يمشون لتعضل الجزاء هذا هو القانون دين الاتحاد دين الاتحاد الدولي والان هذه المباراة هذه بيجننا هو على أن فرصة بيجم قويين بيجم عندهم ان نغذر داسي قطروا لقبت كل ممو يرجعوا في المباراة ويرجعوا في المباراة خمسة خمسة دقائق دبا خمسة خمسة ديالتقائق و بعد اكيد غنت عالفة الفيز فريقة رياضي التونسي اللي كان قريب كان قريب من فس بس قبل لكن يعني عودة عودة بشكل كيد متير من شاني بفريقة زمريكا المصري اللي آمن بحضوضه امكانياته هذه اللقطة اللي تحددت عليها شخصيا وكذلك أنت يا عبدالإله الروكسي اللي طار الوطني اللي كترافق اللي يفتح لي لتوارد المقابلة نعم اتحدثنا على هذا المعتق قلنا بأنه بإمكان 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 أنه الفريق المصري العودة في النتيجة بالرغم يعني من السيطرة والبداية الموفقة اللي كانت من الفريق التونسي أرجوع 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 أسمه أحمد أحمر في المباراة أعطاه فرصة وأعطاه الفريق المصري باش يرجع في النتيجة وديه تعادل كما قلت لك الأخ بأنه الناس كتبوا كتوب على رجيسيون دلدين الناس سيمينوت لأنها مهمة في المباراة الآن فالفريق المصري استطاع أنه خمسة دقائق الأخيرة يرجع في المباراة أغمان أنه كان من هزم بتاعت إصابات الآن عندهم خمسة دي دقائق لجل استراحة المباراة غير عبدو فوسينك أعدنا هكذا يا رجوة والسيدة والسيدات عبر قراتكم والرياضية في موعد هذا الحدث هنا من مدينة العيون العيون التي تحت ذلك كما قلت نهاية الكيسة الممتزة لكرة تليل نذكر بينه الفريق الأنغولي يتمكن من الفوز على مصوفية الإينات من التتويج بلقب الإينات وعلى مصوفية الدكور سنعرف لحظات من هو الفريق الذي سيتمكن من التتويج على الفريق الأبيض الأحمر فريق الزمريك المصري أحد الفرقة التاريخية والكبيرة والعملاقة في القرى الإفريقية وكذلك الترج الرياضي التونس الذي يلقى كذلك أحد أقطاب كرة اليد الإفريقية وكذلك حتى العالمية باعتبار اليوم فهذا الطبق كما كان متوقع أنه ستابع تنافس ستابع أسماء كبيرة من جانب الفريقين معا وكذلك من جانب المنتخبين معا وكيف تحدد للزمال المصري بتواجد أسماء توتت المنتخب المصري مصطفى صادق خليد أحمام كذلك اسم أحمد الأحمر هذه رفعة كريم هندوي محمد هاشم والفريق التونسي بتواجد مروان مقايس ومحمد علي بحر وسام البوغرمي وأيمن حمد ومروان شوير وكامال علويني واسماء أخرى كانت رفقة المنتخب التونسي كطارق جلوس واللائحة طويلة من جانب الفريقين معا اليوم يمكن أن أقول أنه فريقين لكن بلمسة دين المنتخبين معا نعم نعم اليوم المباراة مرات بدورو بأوقات عصيبة بنسم أي فريق كان في المستوى فريق الترجي وشوية رجع الفريق المسرية عاود رجع الفريق الترجي والعداة يدل على أن الفروق عندهم لعيبين عندهم كما قلت قمينا أنه داسي وعند اللاعبين في المستوى كما قلت أنه كل فريق عنده على الأقل سبعات يلتم تتمين اللاعبين في المنتخب إذن تحسب مباراة بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي ودائما هذا المباراة في هذا المستوى ينتهيو بهذا المسكور إما تعدون أو تعدون لأنه الكوات التونسية ولكوات المسرية رياضة رياضة كوات قيد في مستوى عالي عندهم وعندهم اهتمام كبير بفروق ديالهم وعندهم اهتمام كبير بكوات ديالهم لهذا فهموا هذا المستوى وكذلك هذه فرصة تحية لأشيقاء المصريين والتونسيين الذين أكيد يتفعلون مع جواد المقابلة عبر قناة رياضة التي ترصد الحدث وتقرب أكيد الجمهور المغربية وكذلك الجماعير العربية المصرية والتونسية وكذلك حتى يعني الجماعير لغتابع الفرق الديال هناك مدارس كبيرة هناك فرق عربية أكيد من إفريقيا هناك من إفريقيا جنوب الصحراء كلها ستتنفس على مدى أيام على مدى أسبوعين هنا بمدينة العيون في عرص رياضي كبير قلت بي لأه يعني المنامح بدأت أكيد السي عبدالله منذ البداية فهذا التشويق وهذا الإطار وهذا التنظيم وهذا البداية الجيدة كلها معطية أكيد ستخدم يعني مصالح هذا البطولة نعم المباراة قوية بالمستوى الآن هدف 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 يأتي هدف من جانب الفريق المصري 27 26 رجعت الفريق التونسي الترشير يدي التونسي كانت كرة اللعب أحمد الأحمر يعني تحتتنا على الغياب في المقابلة ما كان حضوره شي لكن الآن في اللحظات الأخيرة من الشوطة الثاني اظهر لاعب أحمد أحمر بإمكانية كبيرة خاطئ مشير الحاكم 27 مقابل 26 زمالك الآن هو المتقدم في النتيجة زمالك المصري هو المتقدم في النتيجة الآن دفاع قوية دفاع قوية دفاع قوية زمالك ولكن طاق المصري يحاول في أطاق بلاسيك يحاول يقع الحل الآن فرصة تونسية الآن كأكيد بعد المتعاطفين مع الفريقين معان وهناك من يساند الفرجة ومن يساند الترجي والزمالك في أن واحد في أمل أن تتواصل للدية والتشويق في در مقابلة تيبوا هذه محاولة فرصة سيدو شميلة شميلة من محمد عبد السلام محمد عبد السلام 28 27 ردة الفعل ردة الفعل تأتي بشكل سريع من طرف من أدون من طرف اللعب كمال علويني استمعاد دقيقتين وكاتروج والمرة الثالثة محمد هاشم يودع كما وشان أكيد كنضم في بخصوص لعب السماري كريم أيمن اللي غادر كذلك تانية تانية الحسن حضو محمد هاشم الحسن حضو أما بكم توقيت 28 والسيدة والسيدات الآن أكيد الشوطة الإضافي الأول هناك لدي هناك تعادل في النتيجة هذا صادق 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 يبحث من رجل الاختراق وصلاة الزميل في الفريق أحمد 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 الأحمر لصادق صادق التمرير بهذا الطريقة الجميلة بهذا الطريقة من محمد عبد السلام يسجل الهدف يسجل الهدف التقدم 29 مقابل 28 تقدم من جنة فريق الزمري كربستري الهدف الخامس للعب هذا في آخر أشهر المباراة معناه أنه لعب وعناك تحتوح للأسماء المؤثرة لبإمكان تغيير المعطيات والمعطيات الآن يحاول الفريق للترش الرجوع في النتيجة انتبعوا عملية التمرير هذا الطريقة شميل 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 ولكن أشمل كنو كريم غسامة بوغنمي ضربة جزاني فريق الزمري كربستري والفريق عفون فريق التونسي بالفعل فريق التونسي هذا نتابعوا عملية التمرير كيف ستكون من شنب هذا اللعب فرصة تضيع 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 من حسام احمام يختار المكان الخير صغب لكن هناك حارس كيد اسمه كريم الانداوي كان في المتابعة كريم الانداوي كان كريم على فريق وفريق الزمار وحرم فريق الترج ريال التونسي فالرجوع في النتيجة اسبرانسلاني يبحث للرجوع والزمالك سيبحث لتشجيل هدف آخر هدف رقم 30 لدي فورسو لكن ضائعة ضائعة يقول الحكام يشير لأن اللاعب الفريق الفريق ترجي تخل لازون تخل لازون معطا الحكام دام الزمالي عادة بعد الطريقة صادقة حول ديال اللاعب ضربة جسالي فريق السبري كرميسري إذن ستلعب من أحمد الأحمر فورصة 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 ودف لأول مرة الأول مرة الزمالي كرميسري هو اللي متقدم أمام أكيد بعد الأسماء المصرية على مستوى المدرجات التي تتفاعل بشكل كبير مع فريقهم فريق الزمالي كرميسري 38 فريق جوش يلادف تابعوا هذه محاولة من جانب الترجل يدي التونسي تابعوا فورصة التصوي بوري رائعة من كامل عرويني رائعة من كامل عرويني الذي يقل السفريق في هذه اللحظات أيها السيدة وسيدات تنتهي وينتهي للشوطر إضافي الأول في انتظار الشوطر إضافي كبير لطول شوط الحاسم صراحة سعبد الله ركشيفة مباراة يعني متيرة مشوقة بكل ما تحمل كلمة عن ربما هذه أمور كنا كنت توقعوها أكيد شوط أول مكان شدك لقع لكنا كنت نتظر لكن بين بين نوو يعني خصوص الفريق المصري يعني احتفظ بعامل تشويق وخلا تل شوط تالي وأخرج كل الأسلحة اللي تغير من المعطيات ثلاثين مقابل سعود وعشرين مستوى أصبح مستوى المباريات مستوى كبير الآن مستويات كيد لكتعطي كيد محترون خاص نهاد البطولة وهذا نهائي خاص بالكأس الممتاز لكرة تالي هما يعرف بياس سوبر هذا مروان شويرف لعب المتخاب التونسي توقعوا شوط موتير بكل ما تحمل كلمة من معان هاد 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 الهجوم دي 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 تونس هاد العبد هو المهم فما ما تبقى من المباراة المباراة إلى لا ولا إصابة وصعب الأمور على فاق زمالك إلى إلى إخطاء بتجيل فهذا سهل المأمور على زمالك تابعوا الصور غنية عن كل تعليق في المدرجات كما قلت فاعل كبير مع أشواء هذا الحدث في اليوم الأول في بطولة أكيد هناك توقعات بتسجيل حضور كبير وكبير جدا من جانب الجماير مدينة العيون لمتابعة مختلف المباراة وأتوقع شخصيا أنه بطولة تكون ناجحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على مستوى الحضور لجماير وكذلك حتى على المستوى التنظيمي تنسى تستنف المباراة 30 مقابل 29 فريق هذه الهدف يشعل من المقابلة مفتوحة على كل الاحتمالات يشعل من المباراة نتيجة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات وقع مشكلة على المستوى كيد العدد في هذه الحالة لدي لقي كاش بي غريبا يحاول هو ما لا يشد الوقت بالعدد اليدوي 30 مقابل 29 اكيد داسي عبد الله روكشي ف اذكر السيدات والسيدات يوم ان شاء الله فريق ويداد السمارة لكرة اليد سيبدأ مشوار المنافسة في الدورة الثانية والثلاثين من البطول الافريقي رلندي البطلة اكيد شماير مدينة العيون مطالبة بالمساندة اكيد مساندة فريق ويداد السمارة الذي سيكون كذلك مؤثر من شانب شمهور مدينة السمارة جمهور لعودنا دايما للمساندة سواء بالمباريات التي تجرى بمدينة السمارة وخيرج مدينة السمارة وريق ويداد السمارة الذي اختفر بشكل كبير كبير جدا خلال السنوات الاخيرة والسنتين الاخيرتين مدينة اكيد الموسم المنصرم الفور التنائية لقب كاس العرش ورقب البطولة الوطنية ويراين على بطولة افريقية كانت عنده فيها دكريات شميلة احتلال المركز الرابع بدورة الكاميرون بياواندي اول مشاركة وكانت مميزة الفريق ويداد السمارة بالكاميرون وهذه كان التلاقة دياله باش ولا فريق يحسب له الف حساب في منظومة الكواتي الوطنية وافريقية ومشاركته كثيرة في البطولة الافريقية خلاته يكتب تجريبه ولماذا لا في هذه الدورة هذه التي تقام في عيون نتابع نتابع تصور علي صراحة جميلة هذا القاع ليكيد تحتضن هذا الحدث نذكر بينه يعني ثلاثة ديالقاعات ثلاثة ديالقاعات بموصفات شيدة جدا ستحتضن فعالية هذا البطولة كلها يعني معطيات توكيد بينه هناك منشسات كبيرة على المستوى الرياضي كذلك تنضاف لبقية المنشسات الأخرى في مختلف المجالات هنا بحضرة القليم الجنوبية للمملكة إذن ستسترف لمقابلة كوران في ذات الترشي الرياضي توسي أن يبحث من أجل التعادل خمسة دقائق نتعرف من خلال الفيس والهدف والهدف أيمن حمد أيمن حمد يوسش للهدف رقم 30 التعادل 30 مقابل 30 لعب مؤتر هذا اللعب من حمد لعب المنتخب التونس كورة مصرية لزمالك هذا مصطفى صادق وصلت الزميل في الفريق محمد عبد السلام صادق التمرير لمحمد يشم مشات الاشياء اليسرى محمد عبد السلام هذا الاختراق من طرف أحمد الأحمر تصل للأحمر من شديد تمرير أشبيل لكي تدخل أشمل مشال بالحرس الاعتماد على الوشومات المرتدة لكن فضلا هو يكون متريط في الكورة الأخيرة ويقوم بالهشوم المنظم فريقة رجل رياضية تونسي تألق مروان مقايز حارس كبير حارس كبير هو خطأ مشات مصرية البحث على التمرير الاعتماد على الوشومات المرتدة لكن هو الآخر يفضل التريط في الكورة الأخيرة خطأ هجوم اللعب صدقي كي بحث على ضبط ززع تلعب الكورة لفريق الزماليك الميصري صادق عبد السلام عبد السلام من شديد تلعب رقم محمد عبد السلام لصادق صادقي همري كورة وصلت اليوم تبدل الكورة أحمد الأحمر لصادق صادق صادق البحث على الاختراق لكن تدخل كي جي من أيمن حماد لعب الفريقة التونسي هذه محاولة مصري لكن بعيدة كورة تلعب على مستوى الروكرية للفريقة المصري مشت لمحمد عبد السلام وصلت تمرير أكيد من أحمد الأحمر محمد أحمد هذا هو محمد أشم يسجل الهدف لعب رقم 89 31 30 الزمان المصري متقد فضل حضاته والسيد والسيد محمد المصري حسر محاولة الزمان مصري مصري ممال المصري لكن الان كورا كندن داخل كندن داخل الشباك بالفعل داخل الشباك داخل الشباك داخل الشباك قوة في التسديدات قوة في التسديدات تميز اكيد تجوال مقابل الان التابعه بالفعل هدف 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 داخل الشباك بالشكل القوي بالشكل القوي كورة الأخيرة محمد علي بحر يعيد النتيجة للتعادل 31 و 31 على بعد شوش ديالتقائق و 5 ديالتواني صراحة يعني كيف سيكون كيف ستكون هل كل هنا يتسأل من هو الفريق الذي سيفوز على الزمال الكلمسري أم الترجى الرياضية التونس مبارا الحقار مستوى التنظيمي يعني كيف كيف أكيد السي عبدالله فأمور تسير بشكل مثالي ومثالي جدا جمهور راقي يتابع ويستمتع برياضة كورة اليد ويستمتع بمدرستين كبيرتين مدرسة تونسية الممثلة بالترجل رياضة تونسي فادانياي والمدرسة المصرية الممثلة بالزمال الكلمسري الكل من خاطفتنا بمدرسة الكل وهذا شيء جميل تفاعل كبير من مختلف المتدخل يستمتع بمدرسة الكلام ويستمتع بمدرسة الكلام من الكبار لعب كبير بدل طريقة كورة مصرية شميلة كذلك شميلة كذلك من جانب اللعب رامي يوسف رمية موفقة من رامي يوسف في شباكة فريق ترجل رياضي تونسي تنين وثلاثين وثلاثين يعني الآن التواني الأخير ربعين تانية ربعين تانية يا لهم النهائي موتيري والسيدة والسيدات من جانب ترجل رياضي تونسي ومن جانب الزمال كالمصر هذه محاولة تونسيو ماذا يقول اوه غتكون رمية جزاء واستبعاد دقيقتين خطى فادي حاضل من جانب محمد هاشم محمد هاشم قد يكلف فريقه الياسيمة فادر مقابرة هي لتمكن بالفعل ودى تالت تالت استبعاد من جانب تابعون تابعوا بالفعل كان خطى من محمد هاشم انتبهنوا الحكام خطى اللي ارتاكبوا ضد ماروين شويرف لعب المنتخبة التونسي والان اظن بانهو ستتاح فرصة للترجل رياضي التونسي في الوقت اللي كان قريب في المباراة في الجولة التانية انهو كان قريب من الفوز باللقب برجع الفريق المصري وفي شوطتان وفي الاشواطة كيدا الاضافية يعني كان هناك مشموعة من المتغيرات بين الفريقين اخذوا رد هناك انتبعوا حطا اذا لمكنش رمية جهزة لا لا اذا لمكنش رمية جهزة اتنين وثلاثين وتلاثين تلاثين تلاثين تانية تلاثين تانية متبقية أربعة دقيقة وثلاثين ثانية انتظروا هذا الاستبعاد كان لدقيقتين سيكون مشكل بالنسبة للفريق المصري عملية الاستبعاد كان فرصة فرصة من ذهب للتراجرية ذي التونسي أقل من عشرين الثانية الآن مو حاول من جانب التراجرية ذي التونسي فرصة 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 البحث على التبرم شهد في هذا الطريق رمية جزاء رمية جزاء واستبعاد لدقيقتين أظن بأنه تخيرات المعطيات وانقلبت رأسا على عاقب انقلبت رأسا على عاقب مباقي التراجر فرصة موتية في الوقت للفريق المصري كان قريب هو الآخر يحسم الأمور واضح واضح ما فيها الشك ما فيها الشك خطأ يرتكب على اللاعب كاميل عرويني على بعد عشرة ديال التواني على بعد عشرة ديال التواني بطل تونس في ثلاثين مناسبة وخمسة وعشرين مناسبة في كاس تونس بطل كيد كاس تونس الممتازة ولحقق مجموعة من الإنجازات الكبيرة هل سيتمكن بالفعل من ذلك هذه فرصة ذهبية فرصة ذهبية لفايدة سامة بوغرمي لعب المنتخب التونسي هدف يزين ذهبا بالنسبة للفريق التونس بالفعل كيتمكن من ذلك بالفعل كيتمكن من ذلك ما زال هناك جوجة التواني كنظن هناك هتكون أظن بيارمية حرة ضربة جزاك كنظن غتكون خطأ فادح خطأ فادح أرتكب اللاعب وسامة بوغرمي كانت عمل يدي العتيرات في الوقت اللي كان هناك محاولة من أجل كيد يعني استيناف اللعب يمكننا عودوا نشوفوا المحاولة تلخيرة زميلي خالد جديد على مستوى خلاج المقابلة يذلك كل زملائي في الوحدة المتنقلة لقناة العون مشكورين على كل المجهودات الكبيرة بشرف زميلي بودعلي وزميلي أنس عبد الرحيم إذا انتبعوا هذا لحظات تلخيرة نتظروا قرار الحكم كان مطالبة برمية جيسي بالنسبة للفريق الميصري نشوفوا القرار ديال الحكم هناك حديث هناك حوار وهناك لقطات أخوية فهذا اللحظة من شيني بلاعبي الفريق الميصري والتونس هذه الأنكورة تتعب من جنيب الفريق الميصري كندن نعم لم تبقى إلا تهمية من جنيب الفريق الميصري هديث من أيمن صلاح وبقية الطاقم الفني بالزمال كلميصري كندن يطالبون برمية جزاء بداية أنه كانت عملية ديالا الاعتراض أثناء سيناف اللعب أو نتبري من أجل سيناف اللعب من جنيب العناصر ديالفريق ديالفريق الزمال كلميصري الفريق الميصري يطلب بساطة ضبط ززع ولكن الحكام أعطاو استيناف اللعب يكون عادي من وسط الملعب وأعطاو اللعب 22 يخرج بكاتر روش مقابلة بتشوي خاص حتى في تانيتين المتبقيتين الآن الرشوع إلى أمكن زماني خالي جديد فلقطة معبرة الآن أكيد كيرجع القوانين ديال الاتحاد الدولي يعني الآن أمامي كنظر هذا هذا رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة تليد الآن ماسك كتاب بين الأيدي ديال هو كتاب ديال الأكيد ديال القوانين المنظمة للعبة وكيرجع من أجل تأكد حتى أنه القرار لتعطل الحكام يكون قرار يعني صائب وما تكونش هفوع التحكيمية مؤترة فهذا المقبل إنه كان عارفه إلا كان هناك رمية الجزاء ستكون فرصة الفريق المصري لتعديل النتيجة وإلا ما تعطاش رمية الجزاء وفي وقت إلا كان القانون يمنح ذلك الفريق المصري فهيكون خطى فادح أكيد بالرغم أنه يعني الرئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الأفريقي الآن يعود من أجل المراجعة كتاب التحكيم وتأكد تأكد من يعني من هذا النازل التحكيم عفتوان الأخيرة فكيف كان قول السيد السيد عبدالله اللهم يعود يراجع ويشوف ولا يكون هناك خطى لمؤترة نعم لأنهم عندهم القانون بالتحاد الدولي وأمامهم ويشوفوا هذا الذي يوقع في هذا الخطأ هذا فريق المصري يطلب أنه ضابل ززاء واسمه وحكام مبارك يقولون هذه عناصر هذه عناصر فريق ويداد السمارة أتمنى لكل توفيق حاضر على مستوى المدرشيات أكيد تتابع رمين وفريقين كبيرين عملاقين على مستوى كورة تالية الإفريقية والعالمية كذلك باعتبار دائما كان الحضور مشرف من جانب هذا المدرستين أتمنى التوفيق لفريق ويداد السمارة لكورة اليد وفريق جماعة الحي المحمدية على مستوى الينات أتمنى تكون فرصة لفريق جماعة الحي المحمدية لكسب تجربة والاحتكاك أمام مدارس كبيرة وكبيرة جدا دان تدرو أن كندن تمت مراجعة القوانين ويشير كورة لفائدة الفريق الميسري صعبة الآن الممورية كورة ستلعب من وسط الميدان كورة ستلعب من وسط الميدان حاكم يطلب الرجوع النصف الملعب دي الفريق الميسري كيقول بي أنه يعني الكورة لم يتم استينافها في الوقت كيلاحظوا أنه العناصر الفريق الميسري كيقول بي أنه يعني اللاعب صادق لكي تواجد في الجهة دي الفريق التونسي مفروض أنه يرجع هذا حسب ما كنتابعون من الإشارة دي الحاكم الجديد الرجوع رئيس نجنة التحكيم إذن كيطلب بالفعل رجوع اللاعبين دي الفريق الميسري كانت ضنص عابة الممورية اللم أقول أصبحت مستحيلة بالنسبة لفريق الزمريك الميسري إذن آخر اللحظات آخر اللحظات آخر اللحظات أيها السيدة والسيدات آخر اللحظات أيها السيدة والسيدات بريميرو دي أغوستو على مستوانيته الترشي ريادية روسيا الأسبيريس يتمكنون 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 من تحقيق الفوز بذقب الكاسة الممتازة لكرة الرياد كاسة السبر الأفريق على حساب على حساب الزمريك المصري في مباراة حملة تشويق كبير وكبير جدا بالنسبة لتفاصيل لذلك فريق الترشي رياد التونسي يتواج بلقب الكاسة المنتزل كرة اليد وانيان لفريق بريميرو دي أغوستو صراحة مباراة جميلة 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 جدا من جنب الفريق مباراة جميلة من جنب الفريق كيد لحظات وعملية توزيع الجواز وتتويج كيد الفيزين وتقديم الكاس لكل فريق وانيان لمدينة العيون باحتضان هذا الحادث تاني لمملكة المغربية بعد الصورة المقدمة اكيد ونك بوادر يعني مكاسب كبيرة تنضاف للمكاسب التي تحققت كما قلت في مختلف المجالات ومن بينها المجال رياضي الترش رياضي التونسي الفريق كما قلت اللي يبقى من الفرق العارقة والكبيرة على المستوى الافريقي بطل تونس 30 مرة كاس تونس 25 مرة كان آخر 2013 كاس تونس الممتاز 2002 بطولة العربية لكرة يضرب مرات دور يبطال افريقيا لكرة تليد 2013 الدور نهائي في مناسبتين كذلك في دور يبطال افريقيا 1993 و2005 فاز كذلك بكاس افريقي للاندي الفيزة بالكاس في ثلاثة المناسبات بداية 2003 2015 و2015 وصل الدور النهائي في 2004 وفيز بكاس السوبل الافريقي لكرة تليد 2019 ويؤكد الحضور في 2016 هنا بمدينة العيون ويرد كذا الاعتبار ضد من ضد الفريق اللي كان حرمه من لقب 2015 وفريق الزمريكا المصري تعود التشويق في صراع التونسية المصري في منافسات كرة تليد وفوش وخوية على مستور ورقعة الميدان التقاط الصورة المؤرخة لدى اللحظات هنا كما قلت الصور غنية عن كل تعليق هذه الأمور نتمنى ودائما نتبعوها في مباريات الأشيقاء العرب بكيد من تونس ومن مصر الشقيقة يعني الحضور في هذا المقابلة والاحتفال هي أبدا الطريقة احتفالية كبيرة وكبيرة جدا تتوصل من شاري بكيد عشاق يادة كرة اليد والمتابعين على دا الحادث دا اللحظات وتتم عملية التتويش لكن هناك في المدرشات يرصدون اللحظة ويوررخون للذكرى ذكرى هذا المباراة المهمة يكسل ممتزل كرة اليد هنا بالقاعة المغطاة تتبعا الجماعة الحضر لمدينة العيون يعني معلمة رياضية من المعالم التي تمتد جينوها مؤخرا ويتم كيد افتتاحها بهذا البطول المميزة والكبيرة ان شاء الله هنالك من ممتزل اليوم واني انها بمسؤوليها وكنت منها ان هاد رياضة تكون اكيد اتطور بهذا الملتقال العديد على جميع المغاربة بدان اكيد اكيد كما قلت ترجل رياضية تونسي يبقى لفريق الافريقي الوحيد الفيز بتونات هي حقق ذلك 2013 يحقق سيده 2012 مركز رابع وهنا التتويش هنا التتويش من جانب ترجل يد التونسي الاسبراز اليوم الحضور المميزون بالعيون هنا اكيد التتويش هذا اللقب هنا اليوم اكيد رحضة للتاريخ من جانب هذا الفريق التونسي الذي استطاع ان يزيح هذا الموعد فريق الزمان كالمصري لكن هناك مسلسل اخر من التشويق يتوصل بداية من يوم غضا يوصل السيدة هذا والترجل يد التونسي تسل سنة 1957 كذلك انجازاته تتحدث عنه القاب عديدة تخير معي 30 لقب 30 لقب في البطولة التونسية منها 15 سنة متتالية ما هذا الانجاز ما هذا التاريخ كل سنة تطرح على مستوى الفريق التونسي يبقى فريق محترم بيكون ما تحمل الكلمة من معنى فاس كاس تونس 25 مرة كاس تونس الممتاز 2002 بطولة العربية الكبيرة تنية وكاس السوبر الافريقي لكورة اليد في منصرة 2014 2016 ومجموعة من الانجازات الكاميرا كما قلت يبقى للفريق الافريقي الوحيد اللي يتمكن من الفوز بتونسية في موسم 2013 2019 دورية الافريقي لكورة اليد كاس الافريقي الذي الفائز وكاس السوبر الافريقي لكورة اليد لحظة التتويج لحظة الكاس لحظة اعطى اكيد الكاس اللي ستكون بعد اللحظات كما قلت بحضور وفد رسمي وزن وفد رسمي وزن كما اشرت كل الامكانيات جندة لانجاح هذا الحدث سوراكيد السيد شرق الريس الوزير المنتدر الوزير الوزير الداخلية السيد الحسين السكور وزير الشباب ورياضة السيد والي جات العيون السيد مشعاب يحضيه وممثليا المجالي السلم المنتخبه هنا بمدينة العيون سيد رئيس جماعة الحضرية العيون سيد رئيس جاة عيون الساقية الحمرة وعملية توسيع الجوائز سيد بمدينة للترسي رئيس إذن لحظات بعد فوز بكاسي السوبر الأفريقي لكورة تليد 2014 و2016 الآن وبعد وصول طور نياي في 2014 و2015 يجزت فريق كامير يسمى الترجل يدي تونسي مبروك للأشياء التونسيين مبروك للأشياء المصريين ومبروك لمدينة العيون هذه البداية المشجعة البداية التي أكيد تتوكد بأنه الحدث سيكون حدث مميز بكل ما تحمل الكلمة من معنى يا سيدات بهذه الصور الجميلة ودعوكم من شديد شكر خاص جمالي في القناة العيون الوحدة المتنقلة بقيادة العرض العبودة بوس كل الزمال على مستوى الكاميرا إعادة تأكيد رقاطات وزميل يبدع لي وعلى مستوى الاشتراف العام كل المسؤولين بقناة العيون تحية محددكم عادي المسعودية لقاكم في مواعد مقبلة بحول الله دائما على قناتكم مرياضية وغدا لا تنسوا مباراة ممتل الأقليم الصحراوية للمملكة وممتل المغرب في هذه المنفسات فريق ودعو السمار الذي سيبدأ المنفسات وهو نقبل الجديد لتراجه لتنسي والأجمد المرئيز إلينا بأي رمك لقد قمت بتوزيل السيدة لقد قمت بسرد النحوات وقد قمت بحقابزة وقد قمت بحققة وقد قمت بحقاً مطلقهاً لترازت وقد قمت بحق التحيير وقد قمت بحقص بسرد ومسؤولين وقد فقط نسوا السمارة